الموايد قدامكم ايه عشان بس الناس اللي لسه بتحضر معانو النهاردة اول مرة احنا بنبدأ الساعة 8 وبعدين بناخد بريك الساعة 9 الى 10 وبعدين بنرجع تاني من بريك 9 و 5 وبعدين ناخد بريك تاني الساعة 10 الى 10 نرجع من بريك 10 و 5 وبعدين يعني اخر حاجة بتبقى 11 بس ممكن تخلص قبل 11 ممكن تبقى 10 ونص ممكن تكون يعني ما بين 10 ونص و 11 يعني طبعا بيقى في في الاخر خالص الفترة بتاعت الاسئلة وبعدها المهندس احمد سامير بيكون موجود معانو ده عشان الناس اللي ممكن تكون الاول مرة بتحضر معانو طيب خلينا ندر طبعا احنا مش هنقدر نراجع على كل حاجة قلناها المرة اللي فاتت بس اكيد الناس اللي ما حضرتش معانا الساعة اللي فات يقدروا يشوفوا المحاضرة على اليوتيوب طبعا ده للناس اللي حضرته عايزة تراجع وللناس اللي ما حضرتش قبل كده تقدر ان هي تحضر او تشوف الفيديو على اليوتيوب طيب احنا هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا اسمها Organizational Influences on Project Management طيب مهم هنا نعرف ايه مهم نعرف ان لما بيكون فيها جماعة عندنا Project الProject ده ما بيبقاش شيطاني ما بيبقاش طالع كده لوحده لازم يكون طالع within organization يعني ما فيش مشروع بيتم معانسه خلاص لازم في النهاية Organization حتى الOrganization دي لو مش حاجة رسمية او قانونية بس في النهاية في Organization كمام عشان ناكد برضه على ال Parties اللي بيكونوا موجودين within Project اللي بيبقى موجود بيكون عندي دايما المالك او الOwner او الSponsor وبيكون عندي الPerforming Organization وممكن يكون عندي يعني ده بشكل optional ال Consulting Organization اللي بنفهم الحتة دي وبعدين بيدي نتكلم عن ال Organizational Influences عن Project Management هنفترض عندنا Construction Project ان احنا عايزين نبني مول الOwner شركة اكس عايزة تبني مول تمتلك الارض في ساعة اكتوبر وعايزة تبني مول في المكان ده فشركة اكس راحت لشركة ال Consulting اللي اسمها واي وقالت لها اعمليلي الرسومات وعمليلي التصميمات الخاصة بالمول ده احنا هنا عندنا First Organization اللي هو الشركة المالكة للمول اوكي راحت الشركة ال Consulting وقالت لها اعمليلي التصميمات والرسومات الخاصة بالمول ودات لها ال requirements اللي تشتغل عليها يعني عايزين نبقى المول ده في ايه ايه هي الاكويبمنس اللي موجودة ايه هي الفاسيليتز ايه هي الحاجات اللي موجودة في كلها. فقامت الكونسولتينج ارجانيزيشن عملت الديزاينز وعملت الموصفات وعملت كل الشروط المطلوبة عشان تتعمل الكلام ده. بناخد الكلام ده ونحطه في كراسة شروط ونبتدي نتراحه في السوق على هيئة ايه؟ على هيئة مناصة. تبتدي تتقدم المناقصة دي مجموعة من الشركات بتبتدي تقدم العطاءات بتاعتها. الشركة اللي بيرسع عليها العطاء هي دي بتبقى البرفورمينج ارجانيزيشن او بنقول عليها المقاول. تمام بنقول عليها المقاول او الكنتراكتور او اتفر. فالمقاول ده يبتدي ياخد المشروع ده ينفزه عشان يسلم الحاجات او المتفق عليها المالك ومين اللي بيستلم منه ومين اللي بيشرف عليه هو الكنسولتينج ارجانيزيشن. طيب دي كانت في عجالة بس نفهم الوضع ايه فيما يخص الورجانيزيشنز اللي عندنا. خلاص؟ طيب حس ان بقى البروجيكت ده مش شيطاني وانه دايما بيبقى فيه اونر او بتبقى فيه الورجانيزيشن اللي هي بتكون البروجيكت ده وبيكون عندي كمان الورجانيزيشن اللي بتنفز البروجيكت. فبقى فيه حاجة عندي اسمها ارجانيزيشنل انفلوانسز او التأثير التنظيمي او المؤسسي على المشروع. طيب ايه بقى اللي بيحصل او ايه احنا عايزين نتكلم عن احنا عايزين نتكلم عن الى اين ده او ازاي المشروعات بتتأثر بالورجانيزيشن اللي هي بتتنفز من خلالها. ازاي المشروعات بتتأثر بالورجانيزيشن اللي هي بتتنفز من خلالها. تمام؟ وبالتالي احنا هنتدين نشوف ايه بانفلوانسز اللي ممكن تؤثر على المشروع. عندنا حاجة اسمها اي اي اف اللي هي انتربيز انفيرومنتل فاكتورس. انتربيز انفيرومنتل فاكتورس. وهنا انترنل او بي ايه. تمام؟ هما تو انفلوانسز. تو انفلوانسز. اي اي اف وبجيب نسميها ايه الاو بي ايه. او بي ايه اختصار لورجانيزيشنل ايه الفكرة او ايه اللي احنا عايزين نقوله هنا. احنا عايزين نقول ان في بعض الحاجات بتؤثر على تقدم المشروع. على اداء المشروع. على نجاح المشروع. منين جياله منين? جياله من الارجانيزيشن. اوكي? طيب. لما بنيجي نتكلم عن الحاجات او التأثيرات اللي بتؤثر على المشروع. بتنفسم زي ما احنا قلنا الEEF اللي هيجي انتر برايز انفيرونمينتل فاكتورس. وانترنل او بي ايه. طيب. طيب. نيجي بقى لانتر برايز انفيرونمينتل فاكتورس. دي عبارة عن ايه? قالك يا سيدي دي العوامل اللي بتؤثر على المشروع بس دي حاجة موجودة في الشركة نفسها او في البيئة المحيطة بالشركة. الشركة او في البيئة المحيطة بالشركة. عندنا تو تايبس. انترنل واكسترنل. انترنل دول اللي بيقى وذن الشركة. واكسترنل اللي هو وذن البيئة المحيطة بالشركة. سواء كانت الماركت او الكانتري او 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 ايه. الفاكتورس اللي ممكن تكون موجودة. وذن البيئة المحيطة بالشركة. المناسبة او او ايه او او ايه اوجانيزيزاية البروسوس اسيتس. انا حب ان الناس في الحالة دي بزا تبقى فاهمة لان بالمناسبة. اي 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 اف وال او اي هيتكرروا معاك وهتستخدمهم بكثافة شديدة جدا. بشكل ميدلكش رفاهية انك متفهمهمش كويس. انت لازم تفهمهم كويس. انت ما عندكش اختيار انك متبقاش عارفهم وفاهمهم لانك هتستخدمهم تقريبا في معظم البروستيز وهتحتاجهم في معظم البروستيز. فلازم تبقى فاهم يعني اي اي اف ويعني او بي اي. كمام? فلما نيجي نقول ارجانيزيشن البروستيس استس كلمة استس يا جماعة كلمة مهمة بتقول ان الحاجة دي بالنسبة للارجانيزيشن بتمثل اصلا الاصول. فلما اقول ارجانيزيشن البروستيس استس معناها الاصول المؤسسية الخاصة بالعمليات اللي تتنفذ في المشروع. كمام? طيب. احنا عندنا برضو من الاو بي ايه? تو تايبس. عندنا حاجة اسمها والحاجة التانية اسمها ايه? كوربريت نوليج بيز. كوربريت نوليج بيز. كمام? ايه. وكوربريت نوليج بيز. طيب البروستيز والكوربريت نوليج بيز. دول بيكون عبارة عن ايه? دول ان اجراءات والعمليات والسياسات اللي واجب على حضرتك انك تتقاها لما تيجي تنفذ مشروعا. فدى بالنسبة للشركة اصول. يعني انت دلوقتي اتحقت ببشركة ومسكت مشروع في الشركة ودلوقتي جاي عايز تهير ناس جداد. عايز تعين موظفين. فبتبتدي تقول لهم يا جماعة ايه هي البروزيس وهي البوليسي بتاعتكم في الهيرينج. يعني انتو متعقلين مثلا مع شركة ريكروتمنت معينة. انتو عندوكو كريتيريا معينة لازم اتباحها لما اجي اعمل هيرينج. انتو عندكم اي دوكمنتس المفروض استخدمها في عملية الهيرينج. هل مثلا المفروض اعمل انتو الاول واشوف ازا كنت اقتر اقدر اعمل انترنال ريكروتمنت من جوه الشركة الاول وبعدين اقدر اطلع بره. كل دا بيحدده ايه. طبعا نقدر ندرب اجزامبلز على السبلايرز. لما تيجي تضيف سبلاير جديد. الاجراءات. لما تيجي تاعي مش عارفية ايه الاجراءات. وهكذا. كمام. واذن البروزيكت بابردو. يعني انت لما تيجي مثلا تخلص حاجة وتسلمها. ممكن شركة تكون بتشترط ان الموضوع مش مجرد بيان تسليم. لا دا لازم توسيق بطريقة معينة انك تصور وتجيب مش عارف مين وتاخد الصورة تبعاتها فين وتابلود على انهي موقع وهكذا. فكل دي خاصة بالشركة دي تختلف من شركة للتانية. تختلف من ايه؟ من شركة للتانية. طيب عندنا كمان الكوربوريت نوليتج بيز. كوربوريت نوليتج بيز معناها ايه؟ قعدة معلومات المؤسسة اللي هي بتختفز فيها بكل المعلومات اللي ممكن تفدها في ادارة المشروعات. على سبيل المثال ممكن يبقى فيها دروس المستفادة من المشروعات السابقة. ممكن يبقى فيها اسعار وتكاليف وبعض الامور اللي هي مثلا يعني ايه؟ يومية العامل او قدرة العامل الانتاجية مثلا في مجال البلاطو السرم. العامل بيخلص اليوم مثلا اربعين متر. مش عارف قدرة الحفار اللي من نوع كزا ان هو يحفر قد ايه؟ دي كلها هتدخل في الكوربوريت نوليتج بيز اللي هي قاعدة معلومات المؤسسة اللي محتفزة فيها بكل المعلومات اللي انت ممكن تستفيد بيها وانتج هي بتشتغل في برد. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. الانترنال انتربرايز انفايلمنتل فاكتورز. انترنال اي اي اف. اجزامبل يا جماعة. احنا بس عايز اهضح فرق صغير كده مهم ما بين الاي اي اي اف والاو بي اي. الاو بي اي بتبقى دايما بتصفورت او بتضيف او بتساعد نجاح المشروع. الاي اي اف مش شرط انها تساعد نجاح المشروع. ممكن تبقى مقاومة او من الحاجات اللي اللي بتقلل نجاح المشروع. طبعا هتقول لي طب ازاي بقى هم يحطوها وهي بتقلل نجاح المشروع. مش احنا مش قطينها مفروضة علينا اصلا. هي حاجة موجودة واحنا مضطرة تتعامل معها. بس معرفتك بيها بيخليك على اقل تقلل تأثيرها الى اقل قدر ممكن. وتحاول تبقى تتعامل مع احنا بنتكلم عن الانترنت زي ايه يا جميعا. الى هي الثقافة التنظيمية اللي موجودة جو المكان. انا دخلت شركات كتير لقيت والله ان من الثقافة اللي عندهم ان هما لما بيقولوا حاجة بيعملوها. دي جزء من الثقافة التنظيمية. يعني الناس لما ازا شيء تقال بيتعمل. واللي بيتعمل بيتقال. يعني اللي بيتعمل هو اللي بيتقال ما بيتقالش اكتر منه ولا اقل منه. فده جزء من الثقافة التنظيمية. في حين ان انت مثلا ممكن تدخل تانية تلاقي ان اللي بيتقال حاجة واللي بتعامل حاجة تانية خالص. يعني ممكن تلاقي كده ان احنا والله هنعمل و هنساوي و هنوادي و هنجيب ويه 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 وتلاقي الكلام ده بالمصري كده اقاني انا عارف ان فيها عرب عرب كتير من كزا ده ولو بيسمعوني بس احنا عندنا في مصر يقولون عليه بلح يعني كوالا حاجة. يعني كلام فاضي. كمام. فده جزء من الورجانيزيشن الطبعا حاجة زي كده لو موجودة في الورجانيزيشن وشيء طبيعي ان هي يبقى لها امبكت على البروجيكت وشيء طبيعي كمان ان الامبكت ده يكون ناجاتف. ايه تاني الستركتشور ده اللي هو ازاي الورجانيزيشن دي بتركب على بعضها يعني مين بيعمل ايه مع مين وايه الاقسام اللي موجودة فيها وايه الدنيا دي كلها. الگوفرننس. الگوفرننس اللي هو الحوكمة. الحوكمة برضو. الوصول فيها حلقة ما. يعني انا مثلا شفت شركات فيها اكتر من وكلها من نوع واحد. كلها من نوع واحد. يعني هما بيبروضيكت 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 نفس الحاجة بس في اتجاه مختلف شوية. لكن شفت مثلا ان ده لما بيجي يعمل الحاجة الفلانية بيعملها زي ما هو شايف. ازاي ما في فريم بيقوله اعمل ايه. يعني مهمته يا جماعة ان هو بيحكم وبيحط اطار حاكم للامور. يعني لازاي الاكتباتيس بتتنفس في البراجكت. ازاي اديليفر وازاي اعمل حاجات زي كتا. طبعا الكلام هنا ممكن يطول وممكن ندخل في تفاصيل تتير جدا بس انا يعني مش اقدر ادي لك كل التفاصيل دي دلوقتي بس انت ممكن تستزيد زي ما تحيز. تمام؟ طيب. اه الحتة الكلام عليها برضو جيجرافيك ديستربيوشن. جيجرافيك ديستربيوشن. جيجرافيك ديستربيوشن of facilities and resources. يفرق كتير قوي التيمز اللي شغالة في المشروع هي مع بعضها في مكان واحد ولا ديستربيوتد في اكتر من مكانه. بيشوفوا بعض ولا بيشوفوش بعض. ما شغالين virtual teams يعني زي ما كلنا بقينا نشتغل فترة اللي فاتت ولا موجودين كلهم في بعض معنات في نفس المكان مع بعض. هل هم shared يعني الواحد من دول موجود في اكتر من project at the same time ولا dedicated وهكذا. الانفرستركشور. الانفرستركشور بلات المكان. انتو عندوكو مثلا الوائرلس نتورك شكلها ايه. السوفتوير. البيسيز. الكل ما هو related بالتكنولوجي والانفرستركشور. اللي هي كويسها ربا. كل الكلام ده بيأفكته بيأفكت ال project. information technology software. انت عندك صوفتوير اللي تقدر تمانيج بيشهو ده. يعني اكيد اكيد بعضنا عندهم في الشركات اللي شغالين فيها حاجة اسمها ERP system اللي هو enterprise resource planning. تمام. السيستم دوت او الصوفتوير ده بيكون مسؤول عن ان هو بيدير كل الامور بتاعتين بؤسسة. من sales المخازن الماركتينج ال customer service يعني هو ERP system بيبقى بيينكلود كل الشغل وبيبقى بيمنج كل الشغل بتاع ال organization. طيب هل هي فيها الكلام دوت ولا ماشين مانوال ولا ماشين بيبلغوا بعض بالموبايل ولا بيعملوا ايه بالضبط. كل ده بيأفكت ال project. resource availability. الى اي مدى resources available. سواء كانت resources دي. human resources or physical resources. employee capability. ايه هي بقى ال capabilities اللي موجود يعني مثلا مثلا يعني ال programers اللي موجودين في مايكروسوفت او في اي شركة صوفتوير كبيرة عالميا. اكيد 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 مرزايا ال programers اللي موجودين في شركة local. الامكانيات البشرية نفسها تمام. كل دي امور internal can affect the project. ممكن لو الحاجات دي هي كويسة او معمولة بشكل كويس او مطورة تبقى بتبيني positive impact على ال project. لكن لو العكس صحيح فالعكس صحيح. اوكي. يعني لو حاجات دي مسلا اا لو انا مسلا في شركة structure بتاعها ويك. و محدش عارف مين بيعمل ايه. والدنيا مهرجلة. مشيء طبيعي ان انت لما تجي تنفذ بسبوع هديجي عشان تعمل الحاجة اللي ممكن تتعمل في ساعتين. تعملها في 3 ايام. لان ده قابر طبيعي في شركة مش منظمة. طيب. في كمان ال external EF. external EF اللي هي العوامل اللي هي خارج المؤسسة. بس كان افكت. انا برضو قلتلكم من شوية حتة وباكيد لكم عليها. ممكن يا جماعة ال EF تكون positive or negative. بس ال OBE دايما بيكون بيها positive impact على ال project. على الجانب الاخر برضو. ال OBE can't be controlled يعني انت تقدر تتغير في ال processes بتاعت الشركة. بس مثلا صعب تغير في ال culture بتاحها. صعب تغير في ال system اللي هي شغالة علي دلوقتي. هي اوك تغير بس هي اصعر شوية. والاصعب كمان او ما تعرفش تعمله خالص شيء بمستحيل. انك تأفكت ال external EF اللي بيحيد بالمؤسس. على سبيل المثال. ال market place conditions. زي competitors. زي market share. زي brand recognition. زي trademarks. يعني انت مثلا شغال في ماركت وفيه competitor بياخد المشروعات بالامر المباشر. انت ترى تعمل في الحاجة؟ تعرفش. يعني ده طبيعة ماركت. ماركت في حد اه متسيده. وهو اللي بي بيقدر يتحكم في اسعار الشغل. برضو دي حاجة اندرش تتحكم فيها انت. اي تاني عندي social and culture influences and issues. لو في بقى اي حاجة related بالوضع السياسي الوضع الاجتماعي الوضع الثقافي للبلد اللي تشغال فيها. ده برضو بي افكت بتاعي. طبعا في امور كتيرة ممكن حضراتكم انتقروها. وان شاء الله مش اتواجه فيها اي مشكلة. كمان? ان شاء الله مش اتواجه فيها can use OBA to handle threats of EEF. اوكي. دكتورة نشوة. يبطلوي can use OBA to handle threats of EEF. طيب يعني انا برضو عشان نحترم السيستم. احنا هنخلي الموضوع دوت لاخر السيشن نقدر نرد عليه ساعدة. طيب. خلينا نموف اون. الحتة بتاعت ال OBA اللي انا هتتلقو عليها. زي ما احنا قولنا من شوية. انت هي عبارة عن ال procedures وال procedures اللي موجودة within organization اللي حضرتك هتعتمد عليها لما تيجي تشتغل. اوكي. وطبعا بيكون عندنا processes and procedures لكل process groups. من ال process groups اللي عندنا. احنا عندنا 5 process groups. initiating, planning, executing, monitoring and controlling and closing. كمام؟ هي ال 5 process group. كل process group في مدموع ال procedure بتكون موجودة within the organization حضرتك تقدر تستعين دي. كمان ال corporate knowledge base مش هرحضركم من شوية. كل ال historical information. كل financial databases containing information such as labor hours, incurred costs, budgets and any project cost overruns and so on. كمام؟ مش هبس يعني ايه انه بقى واضحين كم احنا قلنا بقال نتجع بس ن confirm عشان حدري مهم شوية. هنقول ايه؟ نقول ايه؟ نقول ال project within organizational framework اللي هو موجود فيه. اللي هو الاطار التنزيني او الاطار المؤسسي اللي هو موجود فيه. كمام؟ طيب. ال influence is di عبارة عن ايه؟ EAF و OBA. EAF اللي هي enterprise environmental factors و OBA اللي هي organizational processes. OBA انت نقسم لجوزئين. processes وال policies وال procedure. ودول اللي احنا ما اعتمد عليهم او بنتابعهم لما بنجي نشتغل within project. لما قلنا زي ازاي انك تغير حد جديد. ازاي تشتري حاجة من برا. ازاي تعمل اي حاجة من حاجات. corporate knowledge base. ايه فيها كل ال historical information. فيها lessons learned. فيها كل الحاجات اللي حضرتك ممكن تعتبرها كمرجي عليك. تاخد منه معلومة لما تيجي تشتغل. وقلنا عندنا ال EAF اللي هي enterprise environmental factors. ودي بتنقسم لجوزئين برضو. external و internal. و internal within organization. و external within environment اللي شغال فيها المشروع اللي بيتنفس فيها المشروع. ندخل على organizational systems اللي هي الانظمة المؤسسية او الانظمة الانظيمية. تمام؟ طيب اول حاجة عندنا management elements. هي مجموعة من المبادئ او العناصر الادارية اللي حضرتك لازم تخطها دايما في الاعتبار وانت شغال في المشروع. ولازم اللي يحطوها اكتر منك. هما senior management or top management. بتوع organization اللي المشروع موجود فيها. اي اول حاجة division of work. division of work اللي هو تأسيم العمل. ده مابلأ يعني ما حدش يختلف عليه. يعني لازم ويبقى دايما العمل بيتأسم ونقول والله الحاجة دي عشان تخلص. فلانا هيعمل كث. authority given to perform work. ان انا عشان انفز سوء انا محتاج دايما ايه؟ محتاج authority. انا محتاج سلطة عشان اقدر انفز الشغل. يعني احتاج يكون معاي. انا دلوقتي كمدير مشروع. انا محتاج معايا سلطة ان انا اقدر اهير حد جديد. ان انا اقدر اعمل order طلبات او material او حاجة من حاجات دي. دي كلها تحتاج authority. responsibility to perform. اللي هي المسئولية انك تبقى عندك دايما مسئولية انك تقدي الشغل المطلوب. لازم يكون عندك حساس بالمسئولية. discipline of action. تمام؟ اللي هو فكرة الانضباط. فكرة ان يبقى في دايما انضباط عن كل تصرف بيحصل. initiative command. اللي هو توحيد مصدر القرار. تمام؟ دايما بعض الشركات بتعاني بان المركب ليها رئيسين. احنا عندنا بنقول تنا في مصر المركب اللي ليها رئيسين بتغيب. او ان يعني منفعش يبقى فيه اكتر من commander فيه المؤسسة او في project. فunity of command, unity of direction. نفس الكلام برضو ان احنا نكون لدينا اتجاه واحد ماشين فيه او المعروف الobjective اللي رايحين عليه ما يبقاش عندنا اكتر من حاجة. general goals of the organization take precedence over individual والجوز. يعني دايما المصطح العامة اهم من المصالح الشخصية. be it fairly for work performance. دايما يبقى فيه اه دفع عادل للشغل اللي بتعمل. يعني انا بقى كلمك عن شوية مبادئ. هي ممكن الناس تبقى عادة دورات سمعيني وتقول فين الكلام ده وما بيحصلش ومش عارف ايه. طبعا احنا مش بنعلمك الحاجات اللي هي يعني هي اه الواقعية اكتر ما بنعلمك الحاجات الصح. فكل ده ما بيحصلش فده مش غلط في العلم الناس. وغلط في ان الناس ما بتعملها. تمام؟ طيب. clear communication channels اللي هي بيبقى دايما فيه بنوات اتصال واضحة ومفتوحة ما بين كل الاطراف في المشروع. write materials to the right person for the right job at the right time. يعني الحاجات الماتيريال الصح. للشخص الصح. اللي بيعوا يقوم بالوظيفة الصحة في الوقت الصح. يعني دايما هاول تخليك ايه؟ تخليك effective. fair and equal treatment to people in the workplace. اللي هو معاملة عادلة ومتساوية على قدر المساوية لكل الناس في مكان العمل. طبعا الناس ممكن تسأل بردل ازاي بقي بمتساوية. وفيه اصلا مدير وفيه مش عارفة. الفير and equal treatment هنا يا جماعة ما تتعرضش لحقوق اساسية. يعني مثلا لو فيه عامل مصاب زي ما فيه مدير مصاب. في النهاية لازم الجنين ياخده كعاية طبية ولازم ياخد اجهزة ولازم فيه حقوق عامة يعني. فيه بقى بعدك حاجة اسمها benefits. benefits. benefits تختلف باختلاف grades باختلاف الوظيفة باختلاف حاجات كتيرة جدا. والallowances كمان اللي هي البدلات. safety of people in the workplace. برضو فكرة ان لازم الناس تكون كلها safe في workplace. برضو زي ما بنقول يا جماعة احنا هنا المفروض الحاجات دي تكون بتتعمل ودي مبادئ قدري. في حاجة كمان اسمها governance framework. governance framework اللي هو الاطار الحاكم اللي احنا المفروض نشتغل من خلال. project governance refers to the framework function and the processes that guide project management activities in order to create a unique product service or result. طيب. الكلمة هنا المهمة قوي. بالنسبة لي ادوص عليها يعني الشركة مثلا بعض الشركات بتبقى محددة ليها level of quality ما تقبلش اقل منه. ان مثلا لو انت عندك ال quality دي تتقسمت على 100 جزء فهي ما تقبلش اقل من 98% quality. بمعنى ان حضرتك لما تيجي تنفذ الشركة. لو في 100 criteria المفروض ان هما هيترعوا فهو مش مسمح لبا اكتر من اتنين بس تفوتهم. كمان دي فكرة ال quality. طيب افرد في ال governance framework بيقولك والله كمان ان ما ينفعش يتشجل عامل اكتر من ثمان ساعات تحت اي حلم الاحوال. دي ممكن تبقى رول كده حضرتك لازم تتابحها وبالتالي هي بتفرد معايا في مشروقة بتفرد. انا لبا بعد اخطط وباشوف انتاجية العامل وباشوف ان ادل اشغاله قد اي 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 احيانا بيبقى احد الحلول بالنسبة لي انا اشتغل عامل مثلا اكترا تايم امام او 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 فلو انا عندي ال governance framework انا ما شغلش حد ابدا قتل من ثمان ساعات يبقى انا مش هلجأ للحل بتاع ال over time and so on. تمام؟ there is no one governance framework that is effective in all organization. يعني ما فيش حاجة كده اسمها governance framework يصلح لكل ال organizations العالم. a governance framework should be tailored to the organizational culture types of projects and the needs of the organization in order to be effective. يعني انا بالنسبة لي governance framework لازم يتضبط بحيث انه هو يقدر يماتش ويقدر يتكيف مع الكلتشر. what types of projects we need the battle organization بتاعت. طب ايه الحاجات اللي بيأثر عليها ال governance framework. the objectives of the organization are set and and assist performance is optimized. يعني governance framework بيبقى مهتم بالنقط دي. مهتم بالجوانب دي. تمام؟ تدخل على حكة مهمة قوي اللي هي ال organizational structure types. احنا هنا هنبتدي نشوف انواع ال organizations اللي عندنا او انواع ال organizational structure وازاي بتؤثر على ال project. تمام؟ طيب. اول حاجة عندنا functional organization اللي هي ال organization اللي قيمة او متقسمة او مبنية على اساس وظيفة شوية. يعني هي على اساس وظيفة. انت عندك هنا مدير الحسابات وهنا مدير التسويق وهنا مدير الانتاج وهنا مدير اللي مش عارف ايه وهي كذا. متقسمة حسين وظيفة. فبينلاقي ان ببساطة عندي ادي functional manager 1 وتحتيه 2 employees. functional manager 2 وتحتيه 2 employees and small. طيب حضيك لما تيجي تعمل مشروع في organization بالشكل ده. انت بتعمل ايه? انت بتحتاج تاخد مثلا ال staff ده. وال staff ده. وال staff ده. وال staff ده. تعمل بيهم المشروع. بسهل بتاخدهم بشكل يعني dedicated بتاخدهم على طول؟ لا. انت بتبقى بتخليهم بيتابوا المشروع ده. ولكن هم موجودين في مكانهم بيعتمروا بامر. functional manager. وبيعمروا الشغل بتاع ال department اللي هم موجودين فيها. هم مش خاصين بتاع. وبالتالي حضرتك لما بتيجي. ال coordinator project. ال coordinator project على مستوى مين? على مستوى functional managers. ليه؟ لان انت هنا. انت هنا خلي بقلك. احنا بتتكلمش ان ال organization دي في حاجة سننها project manager اصلا. هو فيه مشروع بيعملوه واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. وبالتالي المشروع بيضار عن طريق الاربع مديرين اللي موجودين هنا. طيب. functional organization اكثر المؤسسات بعدا عن فكرة المشروعات. اكثر الاشكال التنظيمية بعدا عن فكرة المشروعات. وبالتالي هي لها تدعم فكرة المشروعات بشكل عام. ومش projectized خالص. طيب. ايه تاني. الحاجة اسمها week matrix. week matrix. week matrix organization. نتبقى بالشكل ده. زي اللي فاتت بالضبط. بس كل الحكاية ان احنا بنبددي نكوردينيات ال project على مستوى ال stuff اللي بيشتغل في المشروع. مش على مستوى functional manager. يعني هي زيها زي functional organization. ولكن احنا هنا بنكوردينيات ال project على مستوى ال stuff اللي بيشتغل في المشروع. عندنا ايه تاني. احنا نسمى balanced matrix. balanced matrix organization. انا هنا عملتي ايه. انا زي منا نفس الحكاية برضو في departments او functional department. بس اخدت واحد من ال stuff هنا وخليته ايه. وخليته project manager. ايه اللي بيحصل ان انا بكوردينيات ال project على مستوى ال project manager هنا كده. وال project coordination انا عندي هنا project manager او هو بي اكت ازا project manager هو مش project manager صريح ولكن بي اكت ازا project manager. هو بنكوردينيات ال project على المستوى اللي احنا نشايفينه هنا. ده الا ايه. balanced matrix. طب عندنا strong matrix. strong matrix انا هنا عملت ايه دعا. انا عملت department مخصوصة لادارة المشروع. وخليت المانجر بتاع ال department ده اسمه manager of project managers. يعني مدير مديري المشاريع. وبقى تحت الراجل ده في ايه. project manager و project manager و project manager. فهنسوا عن. طب ايه اللي بيحصل بقى. اللي بيحصل ان احنا بيكون عندنا project ال project ده بنبتدي نخد له ال stuff ده ويبقى project manager بي اكت. مش بي اكت. هو بيبقى project manager فعلا بس هو بيبقى تحت manager of project managers. وده اللي تحت الشكل ده. كمان? ايه. نيجي اللي هي اكتر المؤسسات. اكتر شكل من الاشكال التنظيمية للمؤسسات. اللي بيكون فيها دعم لفكتة لقدارة المشروعات. بتكون عبارة عن مجموعة من المشروعات جنب بعضها. مش ببارة من الخاص. وبيبقى المشروع بيضار هنا كده. كل مشروع من المشروعات بيضار في الليفل بتاعه. اللي هو project manager وتحديل stuff وهكذا. تمام؟ زي ما احنا شايفين. عندنا دلوقتي ال comparison دي. او الماتريكس اللي قدامنا دي عشان نوضح الفروق ما بين الفنكشنال والويك ميتريكس والبالانسج ميتريكس والسترونج ميتريكس وبيضا وي في الكتاب هتلاقي عندكو كان نوع كمان تلاتة او حاجة زي كها زيادة. وهو مش فرق كتير. وفي النهاية الconcept واحد. احنا هنا بس ما كترناش عشان تتبصي. اول حاجة. اللي هي سلطة مديري مشروع. فحالة ال funcional little or none. فحالة الweak متريكس ويك. فحالة ال balanced. بحالة ال balanced matrix هي برضو ايه balanced with function. فحالة strong matrix تكون strong. بس فحالة ال projectized بتكون complete. بحالة اللي هو none. لاتاحة الموارد بتكون فحالة الفنكشنال. في حالة الويت ميتريكس بيكون فيه. في حالة ميتريكس مستلي. حالة هي صريحة. طيب. التحكم في البجت بيكون بيتم فيه على مستوى الفنكشنال في الويت ميتريكس برضو الفنكشنال ميتريكس بيكون مدين الفنكشنال ميهجر والبروجيكت الميتريكس بيكون مع البي اي ام وفي حالة البروجيكتايز بيكون مع البي ام مطرف في حالة الفنكمشنال ميتريكس. م développement الا phratie lebih قد يعني الى حد ما. وفي حالة 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 في حالة البي امز بايتل في حالة الفنشن اللي بنسميه project or lead or coordinator في حالة ويك ماتريكس lead coordinator اكسي دايتر في حالة بلانسل ماتريكس project manager في حالة الستروجي ماتريكس project or program manager في حالة البروجيكتائز project or program manager في عندنا حاجة كمان اسمها بي ام او اللي هو project management office اللي هو مكتب ادارة المشروع مكتب دارة المشروعات ده هو الجهة اللي بتنظم وبتخط standards وهي اللي بتحط governance framework للمشروعات وهكذا هي الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل إدارة المشروعات is a management structure that standardize the project related governance processes and facilities that facilitates the sharing of resources methodologies tools and techniques هي اللي بتنظم وبتحط governance framework وبتسهل sharing بتاع resources يعني انت مثلا في عندك اربع مشروعات وفي مجموعة من المعدات المشروعات ديت بتتبادلها عشان تنفز for example حفار for example اي معدة يعني او حتى human resources IT technician مثلا بيروح المشروعات اعمل حاجة هكذا فمن اللي بي facilitate the sharing بتاع resources with methodologies with tools and techniques هو برضو PMO PMO يكون دي تلات اشكال يا support يا controlling يا اما داعي يا اما حد رقابي قوي يا اما حد just build يا ايه لو دي هات طيب اما نيجي نسوف الفنشن تات ال PMO اللي هي وظائف مكتب ادارة المشروعات بيدي support project بي support project يعني project انا محتاج اي مهم من انواء support احنا مش عارفين نعمل كازا احنا عايزين كازا احنا خالطه ب support training بيدرب الكوادر اللي موجودة في المشروع project management processes بيقدم الماثدولوجي والماثدولوجي دي يعني احنا اتكلمنا قبل كده فكرة وان احنا لازم يكون عندنا methodology وهكذا فيعني اكيد انتو فاكرين المرة اللي فاتت ايه هي methodology home for project managers بيمثل بيت مدير المشاريات او بيمثل المرجع بتاعهم او بيمثل الجهة المرجعية بالنسبة لهم internal consulting and mentoring انو هو يعمل نوع من انواع يقدم الاستشارات حضر لك النهاردة مدير جديد جاي على شركة الشركة دي فيها مشروعات كتير حاجة مسكت مشروع فبتوقف كل شوية في حاجة فبتوقف اش عارف بتروح تسأل مين تسأل البي ام او لان هو ده اللي المفهود يقدم لك المنتورينج ويقدم لك الconsulting project management software tools هو برضو بيقدم لك ال software اللي ممكن تحتاجه ودي هو اللي بيمنج الportfolio يعني الportfolio بتو بيمنجد عن مستوى البي ام او نتكلم عن project team project team يا جماعة اللي هو فريق المشروع وخليني افرق هنا شوية ما بين حاجات ما بين project team و project management team project team هو كل الناس اللي شفالة في المشروع خاطبتنا حتى العامل حتى اي حاجة حتى الحارس حتى اي حاجة كل الناس شغلاتوا المشروع ده يسمون project team تمام؟ طيب الproject management team هما فريق اضالة المشروع دول الناس اللي بيديروا المشروع مع مدير المشروع تمام؟ includes the project manager and the group of individuals who act together in performing the work of the project to achieve its objectives يعني كل الناس اللي في اشغاله في المشروع شتحق الهدف الاساسي من المشروع the project team includes the project manager project management staff اللي هما لسنا ايلك عليهم وهم and the other team members who carry out the work طيب عشان بردو اللي ممتفقين project team project manager جزء منه project management staff or team جزء منه يعني project team ده بينكرود كل الناس اللي شغاله في المشروع بما فيهم مدير مش the structure and characteristics of project team can vary widely but one constant in the project manager rule is the leader of the team يعني ممكن تغير في characteristics والفنشن واي حاجة خاصة بالteam ده بس من الحاجات اللي سابته عبرها تغير ان project manager هو leader بتاع التيم ده وهو leader بتاع مشروع project team include اي يا جماعة project team include اي يعني مين اللي ممكن ندخلهم في فكرة project team احنا قلنا من شوية project management staff project staff project staff اللي هو project team يعني يعني هم الناس اللي شغاليه في المشروع supporting experts اي subject matter expert او اي consultant او اي خبير user or customer representative الممثل بداعي العميل او user لابتك تستعمل system يعني اصلا انت راشل غالب في software system وانت واحد sample of users بتست بيهم application ده بيبقى جزء من project team sellers اللي هم البيعين سوري مش البيعين يعني suppliers الموردين اللي هاي بتاعمل معهم business partners business partners ممكن تبقى شركة صديقة بتاعمل شغل ممكن consultant ممكن اي حاجة من حاجات دي بتبقى انت ايه سوري مش ال consultant ايه business partner مش ال consultant business partner اي شركة بترفورما معك مثلا لو انتو دخلين consortium for project ده يعتبر الممبر consortium ده يعتبر business partner تمام نتكلم على sponsor مهمة قوي نفهم sponsor ايجب معا sponsor مش هنا الممولة sponsor هو الشخص اللي ليه السلطة بانه يصرف الفلوس وليه السلطة بانه هو يدي authorization او يدي شهادة الميلاد او يطلع شهادة الميلاد بعد المشروع وبيقدر يسابورت وبيقدر يجاوب اسئلة مهمة وبيقدر يحل مشاكل كبيرة جدا related to project تمام sponsor ممكن يكون على سبيل المثال ممكن تلاقي ان مشروع على سبيل المثال مملوك للحكومة او للدولة او لاي جهة بس مثلا الجهة الفلانية هي sponsor بتاعها يعني الجهة دي هي اللي هتدي الموافقة على قيام المشروع هي اللي هت assign resources هي اللي بتدي طل الموضوع يعني ممكن تلاقي مثلا مشروع بيتنفذ وزارة التعليم هي ال owner مثلا وزارة الاتصالات هي ال sponsor عشان وزارة التعليم ما تفهمش في الموضوع قوي فهي قدة الصلاحية دي لوزارة الاتصالات ووزارة الصلاة بدأت تجيب contractor ويينفذ الشب فاصبح هنا وزارة الصلاة هي ال sponsor لان هي اللي معها كل الحاجات اللي قدر تقول بيها ايه اللي يحصل طب هنا وزارة التعليم تبعين تبع ال owner تمام بينما وزارة الصلاة هي ال sponsor تمام is the person or group who provides resources and support for the project and is accountable for enabling success the sponsor may be external or internal to the project manager's organization الممكن يكون من قوة ال organization اللي فيها المشروع أو من برا ال organization the sponsor leads lets the project throw the initiating processes until formally authorized يعني ال sponsor بيقدر كده هو يقوم المشروع في المرحلة بتاعت ال initiating لحد ما يبقى formally authorized بقى شهادة ميلاده موجودة and plays a significant role in the development of the initial scope and chart يعني موجود دايما في المرحلة الاولية من المشروع اللي بيدعمل فيها ال initial scope and chart نتكلم عن project manager project manager ده يعني حسب ال PMI هو اهم شخص في المشروع وهو اللي مع ال ultimate authority في المشروع وهو اللي بعمل كل حاجة مش بعمل كل حاجة سورياني هو اللي مع كل الصلاحيات he is the person assigned by the performing organization to lead the team that is responsible for achieving the project objective يعني هو الشخص المسؤول أو المفوض من المؤسسة أو الشركة اللي بتنفذ المشروع انه هو يليد ال team عشان يقدر يحقق هداف المشروع طيب تعالنا نشوف بالنسبة لل project manager لو بصينا على ال project manager عندنا هنا اول دايرة من دوائر التبثير بتاعته اي ال project team وال triple b managers و resource managers triple b managers public private partnership managers دا نوع من انواع نوع من انواع او طريقة تنفيذ مشروعات في الحكومات بيكون شراكها ما بين القطاع العام والقطاع الخاص بيبقى عبارة عن public private partnership project يعني عبارة عن مشروع ايم على الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص زي فكرة ان مثلا يبقى فيه الدولة بتملك مثلا المترو ولكن جابت شركة تانية نفذته بحق انتفاع لمدة معينة وهي كذا طبعا بيه بي او تي وكلام كتير ممكن يدخل في التواصيله بس يعني انا حبيت بس اوضح ال triple b لان انا اكيد كان حد ايسألني على اسئلة يعني a triple b managers او resources managers اللي هما الناس مثلا financial managers warehouse manager كل دول resource manager لان هكتقدر تحصل من خلالهم على resource فده اول سفير وقرب سفير حضرتك كمدير مشروع بتأثر فيه طيب تاني سفير ال SPONSORS و ال GOVERNMING BODYS و ال PMO ال SPONSOR ممكن نترجمها اكتر من حاجة ممكن نترجمها الراعي ممكن نترجمها الكفيل ممكن نترجمها حاجات كتيرة جدا او فعندك ترجمها انا مش عايزة ترجمها ترجمها تدخل لك معنى معينة مثلا ترجمتها الكفيل ففيه ناس في الدول العربية هتفهمها فهم معينة انا لو ترجمتها الراعي الناس بشير في ال INDUSTRY بتاعت الاعلانات والدنيا دي هتفهم ان عندهم الراعي الرسمي مش عارف ايه والراعي ده بيبقى حاجة تانية خالص انا مش عايزة ترجمها لك ترجمة معينة ولكن حضرتك فهمت يعني sponsor ولازم انت تشوف الترجمة المناسبة عندك governing bodies اللي هي الجهات او الريئات الحاكمة ايا كان وضعها ايه يعني الجهات دي جهات خارجية او جهات داخلية stream communities اللي هي اللي كان المؤثرة او الادارية BMO اللي هي مكاتب دارة المشروعات عندنا اخر سبيخ stakeholders, suppliers, customers end users كل دي سفيرز بياثر فيها مدير المشروع مهمة جدا نتكلم عن من اهم الupdates اللي عملتها BMI فيما يخص او الكفاءات المطلوب توفرها في مدير المشروع زمان كان مدير المشروع بيهتم الحتة دي بس شايفوا الحتة الزرقة دي اللي هي technical project manager وكله كان فاهم ان هو ده دوره وان هو ملوش دعوة بالحاجة تانية ودير المشروع لازم يكون بيتميز او عنده ثلاثة انواع من المهارات او الكفاءات او ال talents اللي تكون موجود عنه by the way ده بيتسنى برضو talent triangle او مثلث المواهب او المهارات طيب ايه الحاجات المسروع تكون متوفرة طبعا ال technical project management اللي هو الادارة الفنية للمشروع بالاضافة الى leadership لان هو بيتعامل مع من ادنين فلازم يكون عنده leadership skills وبالتالي leadership skills دي هيحتاجها عشان يقدر يؤثر فيه فريق المشروع حق الهداف والحتة الاهم واللي هي بدأ فيها تفكير مهم جدا فكرة strategic and business management ان حضرتك ما بيكونش همك شكرا للتذكير مهند السانح انا واخد بالي وحطت الموبايل قدامي فان شاء الله نخلص الجورس ده وناخد ال break طيب strategic and business management ان حضرتك كمدير مشروع ما يبقاش هدفك وتفكيرك وكل حاجة منصبه على انك تكون بانجاز الاعمال دون التفكير او دون الاطلاع او دون الوعي والادراك لمكان المشروع ده من strategic plan تحت الشركة او الخطة الاستراتيجية تحت الشركة وازاي المشروع ده هيقاد business value للشركة بشكل ما يعني مثلا ممكن تكون بتنفذ مشروع المفروض الشركة لما تخلصه تحقق ارباح تجي business value او لما تخلص انت المشروع ده الشركة هتبقى عندها قدرة على انجاز عمل بشكل اكبر او بشكل اسرع او اي حاجة من الحاجات دي او تكتسب مكانة سوقية اعلى وهكذا فلازم انت كمدير مشروع يتوفر عند حضرتك الثلاثة نقطة دول اللي هما الليدرشيب سكيل استراتيجيك اند بيزنس تمام طيب هنخلي جزء بتاع الانت الانت انشاء الله انت احمد سامير موجود ايه محضرتك هان بس ايه فاندم انا اخرج هاميرا ومايك وانت معاك الدنيا انا هسيك وانت برضو يعني شفت ايستعمل ايه اثناء المحاضرة بعد اذنكم السلام عليكم الصوت واصل واحد لو سبعيني بس كده تضمنوني فيه صوت ممتاز ممتاز طيب انا حابب بس اضيف حاجة كده على المغانسة احمد سامير وطبعا فيه كوز هينزل لكم وهيبقى فيه كيس كمان المرات كيس دي انا لسه اقيل عليها حالا انا مكنتش بلغتو لسه بيها يعني فيعني عشان كده وهم اقلش عليها بس ديها تبقى كيس كده هنعمل مع بعض اديك كيس وتعمل لها وده يبقى تدريب كويس للناس اللي ممكن تكون محتكدش بالموضوع قبل كده ان هي تقدر ان شاء الله تمشي ادها وتبقى تفكر كده في ادارة المشروع خلينا نعمل شيري سكرين ونقول احنا كنا فين اه يس كنا هنا شيري سكرين نعم اخر حاجة كنا كلمنا على talent triangle او مثلث المواهب او مثلث المهارات المفروض يتحلى بهم مدير المشروع نتكلم دلوقتي عن interpersonal skills of a project manager ايه هي المهارات الشخصية او soft skills او whatever سميها زي ما تسميها اللي المفروض تكون متوفرة في مدير المشروع اول حاجة leadership وعايز اقولك ان هي ممكن تحط كده واحد واثنين وثلاثة لحد خمسة leadership leadership يا جماعة هي المهارة اللي حضرتك بتقدر تتعامل بيها او تؤثر فيها او تحرك بيها الناس leadership او لما باجي اتكلم كده من ضمن الحاجات اللي كنت يمكن بكتبها بقول ان اي business في الدنيا او اي شغل بيتنفزه بيتطلب منك مهارتين مهارة التعامل مع البشر ومهارة التعامل مع الحجر لما بنيجي نمنج او لما بنيجي نعمل حاجة الحاجة دي مش human فلوس assets معدات او اي حاجة بنقول manage لكن لما بنيجي نتعامل مع بشر بنقول lead يبقى احنا هنا عشان تقدر تؤثر وتحرك البشر انت محتاج leadership skills leadership skills هي اللي بتمكنك من انت تقدر تحرك البشر وتقدر تؤثر فيها leadership هو فن قيادة الاخرين او فن التأثير في الاخرين من اجل تحقيق اهدافك اوكي عندنا كمان team building هو بناء الفرق بناء الفرق يا جماعة مش مجرد ان حضرك تقول يعني زي بكونا بنيجي بنلعب كرة كده كده مثلا ونقول فلان في الفرق دي وفلان في الفرق دي اللي هو توزيع الناس على الفرق ده مش بناء الفرق بناء الفرق هو تكوين فريق عمل او فريق عمل ايه فرق ما بين الفريق او ما بين team و group هو مجموعة من الناس موجودين مع بعض بيقوموا بمجموعة من الاعمال او بعمل مشترك بشكل ايه انما team هو الناس اللي بتشتغل مع بعض بانسجام وبتناغل الناس اللي بتشتغل مع بعض بنوع من انواع التناغل لدرجة ان انت تحس ان هما شخص واحد فهي دي فكرة team building انك تحول الناس اللي بتشتغل معاك الجروم اللي بتشتغل معاك انه هو يقاك تأساتين الموتيذيشن فكرة التحفيز هترجو تبقى في ناس ممكن يكون المفتاح بتاع كلمة طيبة في واحد تاني عايز مكافأة مدية في واحد عايز ترقية في واحد عايز تكريم واحد غيره عايز شهادة يبقى حصل على شهادة من المشروع وهكذا ففكرة الموتيذيشن او التحفيز او انك تبقى عارف كل واحد تقوله في واحد ممكن يجي بالتحفيز السلبي واحد يجي بالتحفيز الايجابي فلازل تكون عندك مهارة التحفيز communication ودي من اهم المهارات اللي ممكن نحط تحتها الخمس خطوط التانيين او نقررها خمس مرات في ادارة المشروع communication يا جماعة انت تقريبا كمدير مشروع 90% من وقتك بتقضيف الcommunication communication مع ال team communication مع ال stick holder communication مع ال partners communication مع ال government entities communication مع كل الجهات اللي ممكن تتخيلها انت مكانش عندك communication skills كويسة نسبة تفشل المشروعك العالية جدا Influencing التأثير ان انت تأثر في الاخر انك تقدر انك تبقى ليك بصمة ليك بصمة وتحط في مكان تبقى راجل مؤثر decision making قدرتك على اتخاذ القرار في بعض الناس بتيجي قدامك قرارات التقيلة او الصعبة وتتهز ما تدرش تاخدها تبقى بيسموهم كده اصحاب الاياد المرتعشة political and culture awareness حضرتك مينفعش تبقى مدير مشروعك ومعندكش political and culture awareness لازم يكون عند حضرتك culture awareness تمام؟ طيب كمان لازم تكون عندك مهارة negotiation مهارة التفاول ولازم تقدر تكون trust عند الناس لازم الناس تفق فيك لازم الناس تبقى مش حاسة ان هي ممكن يصلها نوع من انواع الخيانة او نوع من انواع الخداع من ناحيتك لما بتقول حاجة بتعملها لما بتتعهد بشيء بتبقى قدو تيجي عند المسئولية وتتحمل مسئوليتك مش بتتملص منها وتبتدي تقول والله لا الاخرين هم اللي عملوا كذا لا ده فلان الفلاني هو اللي قلطان وهكذا لازم يكون عندك مهارة ادارة الخلافات في خلاف عندك المشروع ما بين الإدارة الفنية والإدارة المالية في عندك ما بين التيم بتاع البلد والتيم بتاع التست لازم تكون تقدر تمانيج الكونفلكت ده لمصلحة المشروع كوتشنج والتوجيه والإرشاد ان حدك شوف تحدي سلوكيات مش تمام بتجيبه وتقعد معاه وتفهمه ايه الصح و ايه الغلط وما يعملش ايه ويعمل ايه كمان دي كانت الانتربيرسوني سكيلز او براجيك مانجر عندنا كمان مجموعة من الكنسترينس كنت دايما نقول في المشروع انه بيكون فيه أو قيود ثلاثية اللي هي القيود الثلاثية في المشروع بس الجديد بقى في الموضوع ان الكنسترينس دي تغيرته بعد سكس أو سكس طبال كونسترينس اللي هي القيود السوداسية في المشروع بدعا بعد مكانة سكادول بوجت و سكوب بس لا بقى فيه ريسورسيس والكواليتي و ريسكس ازاي المشروع بيبدأ يا كمان مشروع بيبدأ عن طريق ان الكاستومر قوي السبونسور يسأل نفسه what do I want انا عايز ايه تعالوا ناخد اجزام بالكده لما قلنا ان احنا عندنا طريق طريق ده تحصل عليه حوادث كتير فانا كحكومة عايز اقل الحوادث على الطريق فوالله عشان اعمل دوت مش هروح واخد قرار كده مع نفسي اعملوا كزا لأ انا اجبت شركة متخصصة في هندسة الطرق و قلت لهم يا جماعة ادريسودي ليه طريق ده عليها حوادث كتيرة و ازاي نقللها فالشركة درست وطلعت بشوية وقالت لي المشروض تعمل واحد اثنين ثلاثة البزنس كيس هي الواحد اثنين ثلاثة بالاضافة الى الدراسة اللي قدت للواحد اثنين ثلاثة فبقى عندي بزنس كيس بقى عندي حاجات مطلوب ان هي تتعمل طيب الحاجات دي بعمل بيها ايه ببتدي كناعا عليها افكر ان انا اكريت براجكت طيب ولما ده يباجي دايما بكريت براجكت عشان اقدر ده لازم ابتدي ابص على الكمباني كالتشر and existing systems دي اللي هي ايه جماعة جي اي اف ويه والبروسيس والبروسيجر والهيستريكال انفرميشن اللي هي الاو بي ايه طيب انت هنا حضرتهم كمدخلات للتشارتر اه مدخلات للتشارتر لانه هم بناء على معرفتي بيهم اقدر اقول في التشارتر المشروع دا يتنفس فوق تعد ايه وبالكواليتي قد ايه ويه مجد قد ايه وبالتالي اروح اخد ال business case واخد ال company culture أو ال EIF واخد ال OBA ويه ببتدي اجيب الـ project manager أو assign project manager للـ project الـ project manager هنا و الـ sponsor الـ 2 مع بعض يبددوا يعملوا issuing للـ charter بدي يعملوا issuing للـ charter Once in-the-charter يتعمل بيبدد الـ project manager يشتغل على الـ scope و الـ project management plan الـ project management plan يحتاج إلى شيء اسمه PARF PARF يعني put into approved realistic and formal يعني لازم خطة إدارة المشروع دي تبقى متضمنة أو اشترك فيها معظم الأطراف أو كل الأطراف المعنية وتكون approved من الجهات المفروض تعمل لها approved وتكون realistic واقعية وتكون formal يعني مش في الـ project manager يعني خطة مكتوبة موجودة فده باختصار الرحلة بتاعت ان ازاي المشروع بيبدأ تمام؟ طيب حد بيطلب مني اعيد اعيد اوكي انا الموضوع بيبدأ معي ازاي؟ بيبدأ بان انا كـ sponsor أو كـ customer بسأل نفسي انا عايز ايه؟ ودربت example على ان انا عندي طريق بتحصل عليه حوادث كتيرة سنويا فعايز ايه؟ انا عايز اقلل الحوادث اجابة السؤال بتاع انا عايز ايه؟ انا عايز اقلل الحوادث طيب عملت ايه؟ رحت جد شركة متخصية في هندسة التربة ودولهم ادرسولي ليه الطريق ده بتحصل عليه حوادث كتير ونعمل ايه عشان نقللها؟ فالشركة دي درست وبدأت تاخد احصائيات وكامل تجارب وبدأت تاخد تعمل تحليل لبعض المواقف وهكذا وصلت لمجموعة من الاوتكمز ان الطريق مثلا بتاعه عالي الانحناء بتاعه عالي جدا فمحتاج نقل الانحلاء وكمان الطريق دوت يعني بيشجع السرعة وبعدين بنتيجة الانحلاء عالي بيحصل له انحناء مفاجئة فاحنا محتاجين نمهد للكلام دوت عن طريق لافتات وكمان محتاجين نعمل مطبات صناعية ونعمل مرايات اللي جايين في الاتجاهات المعاكسة عشان يقدروا يعرفوا الوضع ماشي زي دي كان فور اجزامبل الاوتكمز اللي طلعت بيها الشركة بتاعة اندستورو اللي جا درست ليه الحوادث كتيرة على الطريق ده طيب انا دلوقتي كستونسور عندي بيزنس كيس طيب عشان اعمل الاتشارتر ما ينفعش اخد البيزنس كيس بس وروح اعمل بلانشارتر لا انا باخد كمان معايا الايف بتاعتي انا كشركة يعني انا افترض ان اللي بيعمل الكلام ده وزارة النقل تمام؟ فوزارة النقل عندها اتس اون اي اف و او ب اي عندها اتس اون اي اف و او ب اي فبدأت تتاخد الايف وال او ب اي بتاع وزارة النقل مع البيزنس كيس وجبنا المدير للمشروع وبدأنا هنقعد مع بعض نعمل الاتشارتر تمام؟ تشارتر دوت هو هيبقى وثيقة بدء المشروع اللي هنتعرف عليها دلوقتي طيب الاتشارتر ده بعد كده بدأنا ناخد من الاتشارتر وبدأ مدير المشروع يبدأ يمسك الاتشارتر ده ويبتدي يشتغل بدأ يعمل الاسكوب وبدأ يحط البراجيكت مانجمنت بلان كمان وهكذا حاجات دي كلها هنعرفها دلوقتي بتشغلوش بالكو نكتبوا فاهمين الجزئي دي اللي احنا لسه هناخده تمام؟ طيب بالنسبة لحتة بتاعة البراجيكت مانجمنت تبقى ضرفد يعني تبقى بوت انتو يعني دخل او اشترك في بتاعتها كل الاطراف المعنين كمان من الجهة اللي لها حق الابروفل ورياليستيك يعني واقعية ومنطقية وفورمال يعني رسمية يعني موجودة في نقدر ان احنا نتعامل بها تمام؟ دي كانت الرحلة بتاعت الوقت طيب هنتكلم عن الاتشارتر يا جماعة هنتكلم الاتشارتر ده هو شهادة ميلاد المشروع هو الوثيقة اللي بتدي للمشروع دوت قبلة الحياة هي الوثيقة اللي بتقول ان بقى فيه مشروع وان بقى فيه مدير مشروع وان بقت عنده صلاحيات وان دي بجت للمشروع الوثيقة اللي بتقول يا كل الارتز اللي في الشركة اعرفوا وافهموا وخليكم اوير ان بقى فيه مشروع موجود والمشروع دوت تم منحه قبلة الحياة تم استخراج شهادة ميلاده تمام؟ طيب اول حاجة هو هو دوكنس او الحاجة عندي هو ايه؟ دوكنس ثاني حاجة هو formal authorization هو ده اللي ميدي لل formal authorization للايه؟ للبراجيط بيتعمل عن طريق او بي ام او او اي حد ايه؟ يعني لازم يشترك فيه طيب هل المدير مشروعي بقى موجود؟ يفضل انه موجود من الليفل ده او من المرحلة دي طيب هي دي الحاجة اللي بتدي صلاحية لمدير المشروع انه يقدر يدي اوامر او يستخدم الorganizational resources في المشروع بتاعه بي ايه؟ بي ايه؟ بي ايه؟ بي ايه؟ تمام؟ التشارتر ده بيقى فيه ايه؟ التشارتر ده بيبقى بيحتوي على الـ project purpose and justification يعني ايه الهدف او الغرض من المشروع ده؟ وليه المشروع ده هيطلع لهم؟ objectives and their success criteria المشروع ده المفروض لما يتخلص بيخلص يبقى ايه الهدف اللي تحقق ويه success criteria اللي احنا هنحكم بيها على المشروع ده؟ high level requirements that satisfy stakeholder needs wants and expectations high level معناها ايه؟ معناها الـ requirements او انت طلبات بس على level اعلى ما بدخلش في تفاصيل بقول والله المشروع ده المفروض ان هو يعمل كزاي حقق كزاي بواصل لكزاي الـ business need high level product description or product requirements that the project is undertaken to address الـ business need اللي هو الغرض او ايه هو الاحتياج اللي دفعنا ان احنا نعمل المشروع ده؟ high level product description الـ product اللي هيطلع في النهاية من المشروع ده انا محتاج اعمله high level description product requirements that the project is undertaken to address من دول حاجاتنا هنفرق بينها بعد كده يا جماعة الـ project و الـ product الـ product هو اللي بيطلع من الـ project وده هنشوفه في الـ scope بعدين الـ assigned project manager and authority level مين المشروع؟ مين المدير المشروع؟ اللي بقى مسؤول عن المشروع ده؟ وايه هو مستوى السلطة اللي هو اخدها؟ summary milestone schedule انا ببقى عامل schedule كده بالـ milestone للمشروع summary budget نفس الحكاية برضه budget summary او budget مختصرة للاقيه للمشروع name of sponsor or those authorizing the project اسم الـ sponsor او الشخص اللي بي authorize او الجهة اللي بت authorize المشروع approval criteria and who signs of project مين اللي هيوافق على المشروع ده؟ او هيمضي بالاستلامة؟ functional organizations and their participation يعني مين الـ organization اللي دخلها معايا؟ نفسه ممكن يكون دخل معايا بانك ممكن تكون دخل معايا مثلا وزارة الاتصالات كاستشاري ممكن تبقى داخل معايا جهة ربعة كبقاول وهكذا اخر حاجة organizational environmental and external assumptions يعني كل الافترضات سواء كانت داخلية او خارجية اللي ممكن نحطها واحنا ندخلين على الـ project ده طيب اول process عندنا دي اول process يا جماعة هناخدها في المشروع او في ادارة المشروعات في الكورسي بتاعها احنا قلنا قبل كده دايما الـ process بتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن inputs و tools and techniques و outputs ايه هدفنا؟ هدفنا ان احنا نطلع الـ outputs دي من الـ inputs دي عن طريق الـ tools و techniques دي دايما هنبقى عايزين نوصل للـ outputs دي من الـ inputs دي عن طريق الـ tools and techniques دي تمام؟ طيب في الـ process دي اللي هي اول process عندنا اللي هي تعتبر في الـ initiation process group وتعتبر كمان في الـ knowledge area بتاعت الـ integration تمام؟ اللي هي develop project charter عايزين نطلع ايه؟ عايزين نطلع من الـ process دي بـ project charter وـ assumption log هو سجل الافتراضات ولما بايجي اقول افتراضات مهم قوي نتعلم هنا جزئيتين؟ جزئية اسمها او تلت جزئية عندنا حاجة اسمها risk وعندنا حاجة اسمها constraint وعندنا حاجة اسمها assumption مهم ان تلت حاجات دول تفهمهم قويس وتعرف تفرق ما بينهم الـ risk طبعا احنا بسا هندرس risk باستفادة بس خليني اقولك في جملة مختصرة كده الـ risk هو uncertainty او او اي حاجة غير يقينية يعني اي حاجة بالنسبة لي مش يقينية يعني انا لو بكرة مش عارف او مش متأكد الموظف هيجي او ما يجيش يبقى دا risk لو مش عارف بعد في شهر واحد المطرة هتمطر ولا لا يبقى دا risk لو انا مش عارف الدولار سعره هيتغير في شهر اتناشر ولا لا يبقى دا risk طيب risk هو عدم التأكد عدم اليقين فيه جماعة حد بس فتح المايك ياريت يقفلوه تمام؟ طيب هو عدم اليقين حل؟ احنا عندنا كده نكتب كده اول حاجة معنا اي risk تمام؟ طيب ونيجي بعد كده نقول انفق انفق وعندنا هنا بعد كده وتالت حاجة عندي هنا بس مش عليش انا هنا بكتب كنا ممكن نقوله هنكتب شو طبعا هتقوله كده بس احنا بنكتب لأ ان الجزء ده مهم وانا عايز ياسبت عندكم في الزاكرة البصرية عشان ده جزء مهم جدا فانا هشرح دلوقتي الكلام المكتوب قدامنا تمام اول حاجة قلناها ريسك ريسك يا جماعة بيمثل بالنسبالي هي حدث غير يقيني هي حاجة انا مش متأكد منه يعني انا النهاردة لو الشخص ده او العربية دي ممكن تعتل او ما تعتلش فده ريسك تمام ده كده يجيه ريسك طيب ايه هو الكونسترينت الكونسترينت هي حاجة بتحد من اداء المشروع او من النتائج اللي انا بوصل ليا يعني انت النهاردة لما يجي اقولك على سبيل المثال حاجة اللي انا قلتها من شوية ان الشركة بتقولك ما ينفعش تشغل عامل اكدر من 8 ساعات مهما حصل ده كده يعتبر الكونسترينت بالنسبالك لانه خلاك مقدرتش تعمل overtime في الشغل بتاعك وبالتالي انت بقيت بحتاج تجيب عمال تانين وده بقى ازود عليك الكوست وهكذا طيب انا افترض ان حضرتك شغال في طريق ومطلوب من حضرتك انك دايما تبقى بتحفظ نص الطريق ما تشتغلش فيه عشان تسمح بمرور السيارات فده كده يكونسترينت طيب حضرتك مثلا هنا في مصر من ضمن الحاجات الممارسات الخاطئة ان بعض المقاولين بيشغلوا اطفال وكنا بنشوف على الطريق الدائري ان الناس اللي بتستخدم فيه او الافراد اللي بيستخدمه فيه تنظيف الطريق الدائري كانوا بيبقى دون السن المصرح ليها بالعمل طيب يعني هو قانون عندنا ما بيسمحش كده بس ده طبعا يعني ايه مخالف للقانون بس انا افترض ان حضرتك موجود في دولة لا تسمح اطلاقا بتشغيل السن تحت عشرين سنة مثلا في ايه مشهور فده هيبقى قيد بالنسبة لك عشان حضرتك مش تقدر تعمل الكلام ده بعض القيود مثلا في دول الخليج قلناها قبل كده لا يسمح بتشغيل عمالة في الهواء الطلقة او في الخارج او في الدور اه في الفترات من واحد الاربعة فده يعتبر كونسترين يبقى اي حاجة وظيفتها او من شأنها او تأثرها ان هي تحد من اداء المشروع ده اسمه ايه كونسترين طب ايه هو بقى الاسمشن الاسمشن هو ان حضرتك تبقى فيه حاجة عندك غير يقينية وانت تقترضها بحاجة معينة وديبتدي تقط الفرض ده عشان تعرف تخطط عشان تتجاوز فكرة الريسك في النقطة دي يعني في احتمال بيقولي ان الكهربا ممكن تقع فانت هتقوم بحاطة اسمشن ان فيه جينيريتور هيخلي قطر الكهربا غير مؤثر على المشروع فهنا فيه اسمشن اتحق انت ان شغال في طريق والطريق ده هتواجهك فيه مشاكل مع بعض الجهات الحكومية ولكن انت وانت بتتفق على المشروع اتقلك ملكش دعوة الشرطة هتيجي وهتوسع لك الطريق تماما وهنقفلولك تماما فانت هتقوم بحاطة اسمشن انت كنت الاول ممكن يتأثر نتيجة ان فيه ترافيك وفيه مشاكل مع بعض الجهات اللي ممكن توقف لي شغلي شغلي ممكن يوقف نتيجة المشاكل مع بعض الجهات فاتقلك لك الشرطة هتيجي تقفل لك الطريق تماما وكلاما فانت بقيت حاطة اسمشن ان الطريق مش هيبقى فيه مشاكل والشرطة هتعمل كذا 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 عشان لما الوضع ده يتغير التخطيط اللي انت بنيته علىれない اتخطيط الده هي اتغير التخطيط اللي انت بنيته على الاي بها يتغير اتخطيته بناء على فدات من حد بينه وبالتالي اللي ما تيجي تحط الاسمشن ده لو انت مش حطه من عندك انت شخصيا او لو مبني على افادة من حد تحط اسم الحد ده وقول انه هو افادني طيب يعني ناخد الاسمشن تاني انت عندك ريسك ان تجار الدولار يتغير في شهر 12 فانت بتعمل دلوقتي المشروع مع الحكومة والحكومة قالت لك من ضمن الحاجات ان احنا هنضمن لك انك تشتغل بسعر دولار موحد قد كده مش هنغيره طول فترة المشروع لكن الحق انك تاخد بالسعر ده طول فترة المشروع اذا هفضت اسمشن ان الدولار سعر ومش هيتغير طول فترة المشروع وبالتالي انت بيكون عندك ريسكس ما بتقدرش تغلب عليها فبتقدر ريسكس قدرت توصل لحاجة او في عندك حاجة هتقدر تحول لك الرسك ده لحاجة معينة بعينها فبتبتدي تتكلم عليه على انه ايه اسمشن كمام فبتدي تتكلم وتحطه معاك في الانشارت لانه اسمشن طب ايه الافادة او ايه الهدف من ان انا احط الاسمشن في الاول عشان تعرف تخطط بناء عليها انت النهاردة لو قدتلك سعر دولار متغير شكل الكوست او البدجت بتاعك هيكون عامل ايه هيبقى فيه طبعا نسبة طولانس عالية جدا لكن لو قدتلك سعر الدولار سابت هتقدر سعيتها تخطط وتحط كوست اسمشن وانت بتطمن ما عندكش اي مشكلة تمام فهي دي القصة ان انت عندك رسكس عندك كونسترينس عندك اسمشن طيب عشان بردو نتعرفين بالمرة في عندي حاجة اسمها اكسترنال كونسترينت وانترنال كونسترينت الانترنال كونسترينت اللي بيقى جاي من البروجيكت نفسه والاكسترنال كونسترينت اللي جاي من بره من الانفانومنت المحيطة بالقعدة فعلى سبيل المثال لو انا جيت قلت له ان في احد القوانين المنظمة بتمنع تشغيل مثلا في مشروع القطار بتاع المدينة اللي هو القطار من مكة للمدينة تمام في جزء بيتنفذ في مكة في المنطقة المحرمة على دخول فيها لغير المسلمين فاصبح من ضمن الكونسترينت اللي محطوطة على الشركة اللي هتيجي انها ما تجيبش عمالة غير مسلمة عشان مش تعرف تدخلها المنطقة المحرمة او المنطقة الحرام في المسجد الحرام وبالتالي ده اصبح كونسترينت ايه انترنال ولا اكسترنال لكن ده اكسترنال ده جاي من البيئة جاي من الدولة جاي من قانون موجود لكن لو انا شغال في المشروع ونتيجة ان انا ما عنديش غير معدة حفر واحدة محدة الحفر الواحدة دي لو انا كان عندي منها عشرة كان زماني خلفت شغلي في شهر بس انا عشان عندي معدة واحدة فده عملني قيود على البيفورمس وعلى الريزلت بتاعتي اللي انا هقدر عاملها فخلى الشغل اللي بيتعمل شهر هيتعمل في ست شهور نتيجة ان انا ما عنديش غير معدة دي او المكان انا عندي معدات كتير بس المكان بتاع المشروع لا يسمح غير موجود معدة واحدة فاصبح الاسبيس هنا كونسترين بس ده كده ايه انترنال كونسترينت وذن البراجكت تمام نفس الكلام في الاسمشن بيقى فيه اكسترنال اسمشن وانترنال اسمشن اسبير ايه ده اسمشن من جوه المشروع على حاجه من جوه المشروع او اسمشن خارجه خلاص ارجو واتمنى ان الجزء ده يكون واضح للجميع ونكون قدرنا نعمله لان انتو بدانا نفهمه لان انتو هتحتاج وتعملوه في البراجكت شارتر وفي الكيس اللي انا قلتلكم عليها نسطوب شيرينج ونرجع نشير الكيس بتاعتنا احنا كنا في نحنا كنا هنا اخر فانا هنا عايز اعمل يا جماعة انا عايز اطلع بالبراجكت شارتر والاسمشن لوك السجل الافترضات بقيني عارفين ايه هو سجل الافترضات عايزين اطلع بالشارتر اللي احنا لسه قيلين ايه هو يعني الشارتر احنا لسه انها يبقى موجود فيه وفي حاجة موجودة على ويب سايت بي ام اي اسمها بوكوف فورمس بوكوف فورمس دي عبارة عن دليل او اندكس او تجميع لكل الفورمس اللي حضرتك ممكن تحتاجها وذن ادارة المشروعات للستاندرد بتاع بي ام اي هتلاقي فيها الاسكوب ستيتنينت فور هتلاقي فيها الميتريكس بتاعت اللي هي ريكوانت ميتريكس حاجات كتيرة لسه هنشوفها قدام يعني فممكن حضرتكم تبتدوا تجيبوا البوكوف فورمس ده واذا استعينوا بي سواء في شغلكم او في شغلنا مع بعض ايه هي الانبوتس بتاعتي فقالك الانبوتس ايه بيزنس دوكيمس اللي هي عبارة عن ايه بيزنس كيس وبينيفيتس مانجمنت بلان بيزنس كيس احنا لسه متكلمين عليها وتكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت وعندنا كمان البينيفيتس مانجمنت بلان اللي هي خطة ادارة المنافع ودي برضو تكلمنا عليها قبل الكلام عندنا كمان الاجريمس اللي هي الاتفاقيات او الوقود اللي ممكن تكون تم توقحها مبين الجهة المنفذة والجهة المالكة او اي جهة في نهاية اي اجريمس حضرتك عملتها قبل الاتشارتر فحضرتك بتحطها كامبوت في الايه في الاتشارتر ودي الاي اي اف والاو با اللي احنا لسه شرحينه مفاهمين ايه هما الاي اي اف والاو با تمام طيب يبقى مبدئيا كده عندي ايه عايز اطلع بيه انا عايز اطلع بيه انا عايز اطلع بيه بس ده خطأ في النامبرينج وعندي انا اجريمس و ايه اف و او بيه ايه بقى التولز والتكنيكس اللي انا بستخدمهم عشان اطبقهم على الاتشارتر طيب عايز هنا اشرح حتة مهمة التولز والتكنيكس اللي معها مش عبارة عن يعني انت متتخيلش مثلا ان في مكانة اسمها تولز انتكنيكس وما يدخل لها الانبوتس ويطلع عليك من ناحية التانية project charter لا المكانة دي انا عاسف يعني حضرتك حضرتك هتبقى مستورد ان التولز دي ما هي الا طرق انا بساعدك بيها او البيان عايز يساعدك بيها او whatever اديها يعني انت في النهاية تستخدم انهي تول بتساعدك عشان تقدر توصل للتشارتر اللي انت اصلا عارف في النهاية هو المفروض يكون عبارة عن ايه اكسبرت جوجمت اكسبرت جوجمت اللي هو اعراء الخبراء حضرتك النهاردة بتعمل مشروع زي برج خليفة فانت ما نفستش مشروع بالحجم ده فبدأت تشوف مين اللي نفذ مشروع شبهه وبدأت تجيبه كاكسبرت تستعين بيه في المشروع بتاعك ومن ضمن الحاجات اللي تستعين بيه فيها تستعين بيه فيها ال project charter development همام هو ساعدك في انك تعمل ال project charter فيبقيل تاني data gathering انت تجدي تلم المعلومات جمع المعلومات بيكون عندك حاجات كتيرة ممكن تعملها brainstorming اللي هو العصف الزياني focus groups هي مجموعات التركيز مجموعات التركيز دي بتجيب ناس وتقوم بتتكلم معاهم وتسألهم على حاجات معينة بيها تكنيك يعني احنا auto scope ان احنا نريد نشرحها interviews اللي هي المقابلات بتروح تقابل الاصحاب الاختصاص وتسألهم عن اللي انت عايزوا interpersonal and team skills اللي هي المهارات الشخصية والمهارات دارة الفرق زي conflict management زي facilitation انت برضو بتستخدمها في حاجة زي focus groups أو whatever نوع التكنيك اللي بستخدمه فهو بيسموه كده بالعربي التيسير وفي بعض الوظيف بيتبقال عليها ميسر او ميسرة اللي هو بيبقى بيمانج النوع من الاجتماعات اللي بقدر اطلع بيها من المعلومات اللي عايزة مثلا في نوع من الميتنج اسمو ديلفي في ديلفي تكنيك بيطبقوا كده مع مجموعة من الناس وهكذا فاللي بيعمل الكلام ده بيكون اسمو facilitator meeting management ادارة الاجتماعات دي كلها مهارات بالاضافة الى الميتنج نفسها كطريقة تقدر تحصل بيها على المعجبات عايز اقول نقطة مهمة هنا كمان يا جماعة والنقطة دي يعني حطوها في بالكو في كل الاولاد tools and techniques اللي بقولك عليها هنا هي بالكلية غير ملزمة يعني انت مش مضطر تستخدم tools دي على الحاجات دي عشان تجد ممكن متبقش في حالة انت بتعمل مشروع انت عملته كتير جدا قبل كده فانت مش محتاج كل ده انت بس بجمع شوات معلومات خفيفة عن طريق التليفون عن طريق الانترنت انت عن طريق الاميلات عن طريق اي حاجة عن طريق انك تبحث في كارلست الشروب اي مكان والهدف الاساسي انك تطلع في project charter و assumption log لو كل التولز دي ما كانتش مساعدة لي او ما كانتش بتضيف لك حاجة او ما كانتش مهمة بالنسبة لك واستخدم tools و techniques تانية it's ok no problem كمام وبالتالي انا هدفي تام بأكد ان انا اوصل للoutputs دي من الinputs دي التولز و techniques هي الطريق اللي بيوصلني للحاجات دي طب الطريق ده انا من وجهة نظري وانا واقف على الارضة هو وبديل المشروع شفت ان الطريق ده مش هو الانسب وشفت طريق تاني وهيوصلني للcharter برضو والassumption log it's ok go on اكمل ما فيش مشكلة خلاص وبالتالي التولز و techniques هي to guide you او ازاي ممكن تطلع من الinputs بالa بالoutputs دي طيب احنا كده شرحنا الprocess نفسها الexercise ده اللي انا هديه لكم من خلال وانسح من الساميري ان شاء الله هينزله لكم برضو في الجروب كليت يا جماعة بابتابعوا الجروب وبوستاتوا الجروب دايما لان مثل في اي update هتلاقوه بيت ايه بيتحط في الجروب باستمرار طيب احنا كنا خلصنا الوزء اللي في الاول false طيب احنا كنا تكلمنا ان احنا عندنا اكتر من knowledge area وقلنا ان احنا عندنا integration عندنا scope عندنا schedule عندنا cost عندنا quality عندنا resources عندنا communication عندنا عندنا risk عندنا stakeholder عندنا procurement دي كلها knowledge areas اللي عندنا طيب احنا النهاردة هنبدأ في اول knowledge area عندنا احنا ناخدها مش اول knowledge area عندنا في الكتاب عشان في الكتاب هتلاقي integration لأ بس انا بدي integration اخر حاجة فانت هتلاقي integration بعد اللي انا شرحته ولكن ال integration انا هقولها في اخر الايه في اخر الكورس النهاردة هنبتدي في ال scope project scope management محتاجين نعرف ايه هو ال scope محتاجين نعرف ايه جماعة ايه هو ال scope ال scope هو نطاق الاعمال بمعنى ايه هي الحاجات المطلوب انها هتتعمل في المشروع ده عشان تبدي النتيجة اللي احنا مستنينا من المشروع ايه هي المجموعة الاعمال المفروض نقوم بيها في المشروع عشان تدي النتيجة اللي احنا منتظرينها من المشروع طيب نجي نتكلم كده عن project scope management project scope management includes the processes required to ensure that the project includes all the work required and only the work required to complete the project successfully يعني كل الشغل المطلوب وفقط الشغل المطلوب يعني نعمل كل حاجة ما ننساش حاجة وكنان ما نضيفش حاجة مش علينا جوا المشروع يعني انت هنا معني بان انت تقول what is in and what is out what is in and what is out طيب هو ده اللي مطلوب منك في scope management مش بس كده مش تحدد بس scope لأ كمان ت manage scope طيب فيه concept اسمه gold plating gold plating means giving extra work giving extra work وهي فكرة ان حضرتك تطلل حاجة بالذهب على اساس ان هي تدي قيمة اعلى من طيمتها بس الكلام دوت مش لا ينصح به يعني لا ينصح ان حضرتك تعمل شغل مش مطلوب انك تجيب extra work طيب طيب you should give the customer what they asked it for no more and no less يعني لا اكثر ولا اقل giving any extra giving any extras is a waste of time and adds no benefits to the project طبعا اي من النوعات اللي ممكن تكون عندنا سواء مثل الواطن العربية او في الثقافة المصرية مش هي الحاجة اللي تتعمل تحصل تمام فالناس نتعويلي دايما ان انا بحسش انك عالتك شغل كويس ان لما تديني حتة زيادة طبعا دي ثقافة غلط بس هي موجودة للأسف ولكن الثقافة دي ثقافة غلط الطبيعي ان انا بقى مبسوط منك لما تقدي الشغل بنسبة 100 في المية مش 99 ولا 101 في المية يعني المفروض ان 100 واحد دي ما تحفرحنيش اكتر من 100 في المية تمام فممكن تكون استقافة السيدة عندنا في الوطن العربي ان انا رحت المكان الفلاني والمكان ده المفروض ان انا اخد منه الحاجة بالشكل الفلاني بس هو عمل حاجة زيادة فانا هنا هبقى مصوط وده اكتولي بيحصل في اماجين كتيرا بس انا بقى مصوط فمن يجي نتكلم في ادارة مشروعات من يجي نتكلم في اعمال من يجي نتكلم في حاجة زي كده لا احنا الصح والبيرفكت واعلى درجات ديليفري انك تدليفر الشغل المطلوب فقط كل الشغل المطلوب وفقط الشغل المطلوب تمام هو ده اعلى درجات ديليفري كل دي حاجات هنعرفها متقلقوش يعني متنزعجوش ارسالوكو بانيك ان يتبعوني تسمعونا حاجات متعرفواش كل ده هنعرفوه تمام اللي احنا بنتكلم عليه ان الاسكوب يا جماعة بيتقاس او الكمبيلشن بتاع الاسكوب بيتقاس عن طريق ان انا كان مطلوب مني اعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة فانا عملت فعلا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة يبقى انا كده عملت الاسكوب بشكل complete طيب الكمبيلشن او بروديكت سكوب ايهو البروديكت سكوب versus البروديكت سكوب البروديكت سكوب هي مجموعة الريكوامس المسروط تتوفر في البروديكت النهائي طيب خليني كده معاكم نضرب example انا بعمل بروديكت لتصميم الموديل الجديد من الايفون بروديكت لتصميم الموديل الجديد من الايفون اعتقد المرة الخادت تكلمنا عن الجزية دي وقلنا ان انتاج التليفون او انتاج كميات كبيرة من الايفون ده production ده مش بروديكت ولكن البروديكت هو ان انا احط الديزاين بتاع النسخة الجديدة او الموديل الجديد من الايفون طيب لما ايجا اقولك دلوقتي ان التليفون الجديد ده الايفون الجديد ده المفروض تكون الكاميرا بتاعته 70 ميجا بيس والمفروض يكون بيقرى فيس وبيقرى بصمة وبيقرى مش هارف ايه وبيقرى ايه والمفروض الزاكيره بتاعته تبقى كزا والمفروض يكون thickness بتاعه كزا كل اللي انا حكيته ده اسمه product scope كلنا حكيته ده product requirements طيب الحاجات دي عشان تتعامل في مجموعة من الخطوات هتتنفذ مجموعة الخطوات دي على سبيل المثال انك هتقعد تعمل optimization لل thickness ولل space بشكل فظيع جدا عن طريق برامج كتيرة جدا عشان تقدر توصل لل thickness اللي انت عايزه تمام فال optimization واستخدام البرامج ده ده يعتبر project scope انت النهاردة عشان توصل لل thickness ده فهتدخل على البرنامج ده هتعمل كزا دخولك على البرنامج ومحاولات ال optimization والدنيا دي كلها جزء من project scope لكن تكون ان هو يطلع thickness بتاعه في النهاية على سبيل المثال 5 ميلي او 6 ميلي فده يعتبر product scope تهم كده الفارق ما بين project scope وال product scope طيب عايزين يشوف ايه هي البروستيز اللي هنشوفها within scope management عندنا في knowledge area مبتعيا ادي scope management area knowledge area تمام الاربع processes دول with two processes دول اربع من الستة بيقعوا في planning process group وي اتنين من الستة بيقعوا في monitoring and controlling تمام يعني اهو يا جماعة اتنين جوه monitor and control وي اربع جوه planning process group و ادي عندي اهو ادي scope knowledge area او scope management knowledge area تمام موجود عنده اول process عندي هي plan scope management plan scope management plan schedule management plan cost management plan quality management plan resources management plan communication management plan risk management plan procurements معادة الستيكولدر في process هنا قبلها اسمه identify stakeholders وبعدين plan stakeholders وهنا في الانتجريشن قبل ما بي develop project management plan اللي هي تطبر plan برضو بي develop project chart فتقريبا معظم ان لم يكن كل knowledge areas بتبدأ ب planning process اوكي فاول process عندي هي plan scope management هنعمل ايه يا جماعة هنخطط لادارة النطاق بتاع الاعمال احنا دلوقتي عارفنا ايه هو مطاق الاعمال عارفنا project scope وعارفنا الفرق بينه بال product scope وعارفنا حاجه اسمه gold plating وعارفنا ان احنا مطلوب نقول ايه اللي معانا و ايه اللي مش معانا وكمثال لفكرة ايه معانا و ايه مش معانا عشان برضو الناس ممكن تبقى confused في الحتة دي انا بقول ايه اللي معانا يا رشوهندس ايه بقى اللي انا هقعد امسك بقى واقول ايه اللي مش معانا كمان هقولك اه حضرتك هتقول ايه اللي مش معاك لما يكون اللي مش معاك ده ممكن يلتبس على الاطراف اللي في المشروع انه معاك انت النهاردة مثلا بتعمل تسليم شؤاء نص تشتيب طبعا فكرة ان تسليم شؤاء نص تشتيب احنا دلوقتي بقى انا كلنا اقوير بيها بس ممكن لو رجعنا فترة ورا ما كانتش بعض المصطلحات عارف عليها او لما اقولك نص تشتيب ده ما بيجيش في النوقع انت هتاخد ايه وما تاخدش ايه فلو انت داخل في project جديد مش construction لي عايز تبقى محدد انك هتليفر حاجات محددة انا في النص تشتيب ده انا ما بيخدش دهنت انا ما بيخدش تدوات ما بيخدش بيسموها عندنا مثلا بيخدش يا ربيك بيخدش مش عارف لا انا باخد الحاجات الاساسية فانت النهاردة محتاج تقول انا مش هعمل كذا ومش هعمل كذا ومش هعمل كذا طبعا نا وانا اللي بقول انا بحعمل وانا عمش لا انا اصلا بش مهندس مشان اللي بقول ده انا بجيلي كراسة شروط انا بشتغل عليها حلو في كراسة الشروط دي قد يكون في بعض العناصر مبهمة غير معروفة غير محددة مش شارب كده فحضرتك بتيجي تحدد وانت بتقدم العطا بتاعك ان الموضوع لا يشمل كذا او لا يشمل التبطين او لا يشمل اصلاح يعني مثلا من ضمن الحاجات كنت انا شفته مؤخرا تعاقد ما بين جهة حكومية وجهة تانية شبه حكومية على تنفيذ مشروع فمن ضمن الحاجات المكتوبة ان مشاكل البنية التحتية ان المشروع ده يشمل حل مشاكل البنية التحتية بحالة ان الجهة الغير شبه حكومية دي وهي اشغالها واجهة مشاكل في البنية التحتية فجي مش مسئوليتها ساعتها بترجع ترجع الموضوع للجهة الحكومية وعليها انها تحل مشاكل البنية التحتية وبترجع لها بعدها فطبعا مش كل ما تعتقد ان الناس فهمها او الناس ده منطقي بالنسبة لهم هيبقى منطقي بالنسبة لهم الامور اللي قد يلتبس فيها الامر حضرتك محتاج تقول ايه معانا و ايه مش معانا طيب احنا دلوقتي اتكلمنا اه هندخل على plan scope management في plan scope management انا محتاج اعمل ايه او في اي planning process انا محتاج اعمل ايه انا محتاج اقول انا همانج الحاجة دي ازاي انا من الاخر اعمل ايه عشان اوصل للي انا عايزه فانا في الويسكوب بابقى مهتمة قوي بايه هيه و لا هيتعمل وازاي اجيب اللي هيتعمل وازاي تطمن ان فعلا الي كان مطلوب يتعمل هو اللي اتعمل فكل الحكاية انا هرسم خطة اكتب فيها انا هو عمل ده ازاي. ازاي هجيب المتطلبات ازاي هجيب الليسكوب. ازاي هعمل حاجة دي الحاجة دي حاجة دي. فمن الآخر أنا بقول إزاي همانج السكوب في المشروع The process of creating a scope management plan that documents how project scope will be أول حاجة إيه Define ثاني حاجة Validated ثالث حاجة Controlled إزاي أعرف السكوب إزاي أطمن إن السكوب ده فعلا هو اللي أنا كنت معرفه اللي بقى اللي تنفذ وإخر حاجة زي control أي تشينج ستحصل على السكوب ده قال لك The key benefit of this process is that provides guidance and direction on how scope will be managed throughout the project اللي هو اللي إحنا لسه هيدين طيب نيجي للprocess بتاعت plan scope management plan scope management إحنا دايما يا جماعة نتفق كده على اتفاق إن إحنا أول بوكس بنروح نبص عليه هو الأول بوكس نبص على أنا محتاج أطلع من الprocess دي بإيه بالضبط أول بوكس ببص عليه هو بوكس الأوتبوت ثاني بوكس ببص عليه هو الإنبوت آخر بوكس ببص عليه هو بوكس التولز أنت كنيس فالترتيب دي يبقى كده أنا محتاج أطلع بإيه أو أخد outcome عندي إيه إيه الأوتبوت بتاعتي هجبها من مين اللي هي الإنبوتس عن طريق إيه اللي هي tools and techniques فمبدئيا أنا محتاج أطلع بscope management plan اللي هي خطة إدارة نطاق الأعمال ثاني حاجة requirements management plan requirements management plan هي خطة إدارة المتطلبات فأنا عندي خطتين عايز أطلع بيهم من الprocess دي عندي خطتين عايز أطلع بيهم من الإيه من الprocess دي إيه الإنبوتس اللي عندي عندي project charter عندي project management plan عندي EF الprocess اللي حضرتك بتنفيذها اللي هي plan scope management طب أنا أصلا ما عنديش project management plan أنا إزاي هعمل scope management plan وأنا ما عنديش project management plan وإيه كمان دا أنت كمان بتقولي تحت project management plan quality management plan project life cycle description وdevelopment approach الproject life cycle description أخدناها في جزء الأولين وdevelopment approach أخدناها ورده اللي هو كان adaptive وincremental وiterative وهكذا الquality management plan فين يعني إحنا لسه بنقول يا هادي طيب لما بنيكي نتكلم يا جماعة من الإنبوتس هنا رقم واحد لازم تبقى عارف ان الاسكوب management plan دي انت لما هتيكي تعملها انت مش بتعمل final version منها انت بتعمل initial version منها وبالتالي برضو لما بتيكي تعمل quality management plan انت تبقى عامل initial version مش final version اللي هي فكرة بتاعت progressive elaboration وبالتالي حضرتك ممكن تبقى quality management plan بالنسبة لها كبارة عن ورقة مكتوب فيها سطرين بالزبط ودي تبقى initial quality management plan وهي دي اللي انت هتستعين بيها طالما هي دي الانبوت المتاح دلوقتي وهتبقى تعمل scope management plan في ضوء quality management plan المتاحة طيب هنفترض بقى ان مفيش quality management plan اصلا متاحة وال project management plan كمان يعني ايه هي ما ينفعش تبقى لسه بعد عملتش من اوائل الخطوات اللي تتنفذ من اوائل processes اللي بتنفذ هي identify stakeholder بعد project charter charter تمام؟ طيب بعدين تبقى تعمل project management plan وبعدين تبقى تدخل على scope management plan انا هنا بشرح لك بترتيب يفهمك اكثر من انه هو ترتيب هتروح تنفذ بيه وبالتالي هنفترض ان احنا عندنا initial project management plan وهو ال initial quality management plan انت لما تيجي تعمل project management plan بتم عامل initial plans لكل حالة طيب عندي ال project charter عندي ال initial project management plan وعندي ال EAF وال OBE اللي هم قلتلك اصدقائك اللي هيطلو معاك طول الكورس وهتستخدمه في معظم processes ايه بقى التونز والتكنيز الاول بس احنا عايزين نعرف ايه scope management plan وrequirements management plan ويه الفرق ما بينهم يعني ايه scope management plan ويه requirements management plan ويه الفرق ما بينهم scope management plan هي الخطة اللي حضرتك بتقول من خلالها ازاي هتدير منطقة الاعمال بشكل عام منطقة الاعمال دي من ضمن الحاجات اللي بتوصلك لها حاجة اسمها requirements او المتطلبات ولكن requirements مش هي كلها او requirements مش هي يعني scope مش هو requirements بس لا في حاجات تانية فrequirements اللي هي بقى اصلا عباره عن ايه انا النهاردة لما جيت شرحت لك على المسال بتاع الايفون وقلتلك ان انا عايز الايفون يبقى كذا وكذا وكذا thickness كذا والكاميرا 70 نيجابيكسل وفي بصمة وفي مش عارف ايه دي اسمها requirements دي اسمها requirements فانا ببتدي اجمع requirements دي انا عشان اجمع requirements دي فبحط خطة لتجميع وإدارة او لإدارة وتجميع requirements دي فقبل ما ادخل اجمع requirements بحط خطة انا هجمعها ازاي فدي بتبقى requirements management plan اللي هي scope management plan وrequirements management plan طيب يبقى دي عندي outputs ودي عندي ايه inputs طيب عندي ايه كمان من tools والتكنيكس اللي انا همسك tools والتكنيكس دي اapply على ال inputs دي يديني الايه ال outputs اول حكا عندي اول حكا عندي اللي هم برضو اقراء الخبراء بستعين بقراء الخبراء وابتدي اقول لهم والله انا عندي مشروع فيه كذا 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 يطرى ال stop management plan بتاع المسودي بقى فيها كذا وكذا يروي اه طب وكذا دايب عملوه ازاي كذا طب وده مش عارف ايه كذا ازاي طب اجيب المعلومة دي منين من الحتة الفلانية طب اعمل كذا منين في النهاية دي ال ال data analysis ال data analysis اللي هي تحليل البيانات اللي موجودة عندك وdata analysis جواها حاجة اسمها alternative analysis alternative analysis دي تحليل البدائل تحليل البدائل دي عبارة عن تكنيك حضرتك بتبتدي تعمل فيه نوع من انواع المفضلة ما بين الخيارات المتاحة عند حضرتك او البدائل المتاحة عند حضرتك يعني نعمل الموضوع دوت بستيل ولا بألمونية نعمل الموضوع دوت نجمع المعلومات على طريق انترنت ولنجمعها على طريق الموابلات الشخصية في النهاية بتبدي تسوف ايه البدائل اللي عندك وبتعمل لها analysis عشان تقدر تحط في ال الـ scope management plan و requirements management plan ايه ال option اللي انت هتستخدمها ويهي تالت حاجة اللي هي الميتنج اللي هي بقى الاجتماعات اللي حدا كتقوم بيها مع اصحاب المصلحة او الاطراف المعنية عشان تقدر تطلع بالـ scope management plan و requirements management plan طبعا لما بنيجي نبص على الـ scope management plan لكنها component of the project management plan that describes how the scope will be defined, developed, monitored, controlled and validated ازاي همقدر ندفين الـ scope عشان لو في ناس تستمش قادرة تحس كلمة scope يا جماعة الـ scope هو ايه هي اطار الاعمالي يعني طاقة الاعمالي اللي نحن هم يعني مثلا جاين بنقول في مشروع مثلا construction to work فالـ scope بتاعي هيبقى حفر بناء خرصانة بناء حوائط وقدران عمل بحارة اشطيبات مش عارف ايه انا في الحاجات دي كلها ده كده بالنسبة لي scope of work or projects ازاي هدفين ازاي اصلا اعرف الحاجات دي اللي هي الحاجات اللي انا قلتها شوية ازاي to be developed اللي هو هيتنفز ازاي to be monitored كن انا اضمن وكنترول اي change وبيحصل وفي الاخر اvalidate ان هو اللي احنا عايزين The components of the scope management plant include ايه بتتضمن ايه Process for preparing a project scope statement ايه البروستيز اللي هتبحى عشان اقدر اطلع من project scope statement وانعرف ايه ال project scope statement كما شوية Process that enables the creation of the WBS from the detailed project scope statement ازاي اقدر اعمل ال WBS انا هنا بكتب انا هعمل ال WBS ازاي Process that establishes how the scope baseline will be approved and maintained هنعرف بردو ايه والscope baseline دا يا جماعة ازاي نقدر نعملو approve and maintain Process that specifies how formal acceptance of the complete project deliverables will be obtained ازاي هناخد formal acceptance او هناخد موافقة بسمية على deliverables اللي هتبقى خلصة من scope component فالrequirements management plan It is a component of the project management plan يعني اقوز من project management plan That describes how project and product requirements How project and product requirements هتبالكم من ايه اقول هنا project and product requirements انا اثرت ثلاث ما بين project requirement و product requirement By the way عشان ممكن اكون ركست بس على product requirements انا باكتلم فالrequirements هو ايه انا النهاردة لما اجيت او اتخلق من شوية انا انا عايزة thickness يبقى كزا دا كده product requirement طيب عشان اعمل thickness كزا فالفرية مجموعة من requirements همر بيها زي استردام برنامج كزا زي ان انا اعمل optimization لل sickness ولل space ولل volume والكلام دا كله كمان components of requirements management plan include how requirements activities will be planned tracked and reported تمام ازاي اصلا هقدر اعمل plan and track and report configuration management plan sorry configuration management activities وهناعرف ال configuration دي في اخر حاجة خالص فالintegration عايزكم بس تستحميلوا يا جماعة في الاول ان يبقى في حاجات بالنسبة لك يعني مش واضحة ومع الوقت هيصل لها uncover وهيصل لها ايه توضيح كلها requirements prioritization process اللي هي ازاي هنقدر نعمل نوع من انواع ترتيب الاولويات لان انا ممكن اجي وانا بشتغل الاقي ان انا مش هقدر انفز كل requirements دي في منها نوع من انواع تعارض فانا في الحالة اللي زي ادي ببقى محتاج اعرف مين ليه priority over mean عشان اتجاهل مين او لو في النهاية بقت مضطر ان انا هتخلى عن احد requirements مين اللي سيبه matrix that will be used and rational for using them ايه هي الطرق اللي انا هقدر اقيس بيها التقدم مشروع وان ال deliverable دي خلصانة او جاهزة او finished او accepted feasibility structure that reflects the requirement attributes captured on the feasibility matrix feasibility structure اللي هو فكرة انه ازاي تقدر تتتبع طبعا التتبع ده هنشرحه في requirements feasibility matrix feasibility fee requirements ان حضرتك النهاردة او خلينا نمسي كده نبص على feasibility requirements matrix كده هنا طيب خليني بعيد عن الشكل ده اشرح لك جزء ايه هو نهاردة عندي requirement اسمه ان مثلا surface بتاع الشاشة بتاعت التليفون كورنين جوريلا كورنين جوريلا ده موما معي الحناية تباعها على الشاشة تخليها برقابلها للخدش بشكل معين طيب انا محتاج اعرف ان requirement ده origin بتاعه ايه يعني انا عايزة اتبع انا جيت وانا ده اشتغل مش عارف نفذ فانا بقيت محتاج اعرف origin بتاعه هو origin بتاعه عدم الخدش ولا ايه اللي حط ممكن تكون مثلا ممكن تكون durability ممكن تكون quality ممكن تكون marketing requirement فانا ببقى محتاج اتتبع requirement عشان اعرف origin بتاعه عشان اقدر بناء عليه اعمل نوع من انواع مفضله او negotiation في requirement لو انا مش احنا هندخل بعد كده على second process دي هنخليها ان شاء الله لل session الجاية وانا هبدأ معاكم دلوقتي نفتح فكرة الاسئلة فاهلا بالاسئلة وانا معاكم يا جماعة الفضل موضوع مفضل اسئلة فانا الموضوع نفتح موضوع طيب كويس جدا محدش عنده اسئلة واضح ان المحاضرة كلها مفهومة مية في المية ومحدش عنده. بس المشكلة ان هم معلومة بس بسيطة عبقى عن الناس تباير التو ما تبقاش انا. التو تبقى ايفري وان. الناس بتبعت لنا الاسئلة. الله يسلمك بشه منس هيسلم. طيب ممكن بتبقى الاسئلة على العام يا جماعة عشان فعلا في ناس ترحب بتبعت الاسئلة برايفت. المهندس محمود ماهر بيقول governance platform or governance framework. طيب انت عايز نشرحه تاني يعني ولا ايه. يعني ايه سؤالك في ال governance framework. طيب لحد من المهندس محمود نهر يرد علينا. هنجاوب هالسؤال اللي هو بتاع تكلفة امتحان البيان بي. طيب امتحان البيان بيجا جماعة بيكون ب455 دولار للنون ميمبر. وللميمبر بيكون ب455 دولار للنون ميمبر. وللميمبر بيكون ب405 على الأزن. والميمبرشيب بيعمل حوالي 130 دولار او 130 دولار. ديουμε من الپ. ماسر حمود جاد دولي جزاك الله خير اني شغله في عوامل بتؤثر عليها او على المشروع. تمام؟ فأسلنا العوامل دي الاثنين. AIF اللي هي الانتربيز انفيرومنتال فاكتورس. ويه الى الارجانزيشن البروسيس اساس. قلنا الارجانزيشن البروسيس اساس دي دايما حاجات بتكون الى حد ما اندر كونسلوب. وبتكون سبورتيف او زاتا بوسط على المشروع. ولكن AIF بتكون حاجات ممكن بكون صعب انك تغيرها. وممكن ان يكون تأسيلها ايجابي او سلبي على المشروع. طبعا التفاصيل بتاعتها ممكن هكتر رجع تشوفها في السلايدز او في الفيديو لما يترفع. ولو لسه في عندك اسئلة ممكن تبقى تكلمني وهقولك عليها ان شاء الله. طيب المهندس محمود عادل استكمالا لسؤاله بتاع PMP بيقولك لازم نسجي قبلها بمدة. مصر مش مهندس والموضوع بيحكمه فكرة المواعيد والاماكن الفاضية. حضرتك النهاردة بيكون حد معنواتي هالوقتي ان الاماكن اللي مسموع فيها بالامتحان هي AMED EAST. وAMED EAST بيبقى متجدول عنده ناس بتروح في ايام محددة. حيثنا ما تدخل على حاجز الامتحان فبيقولك ان اليوم الفلاني فاضي فيه كرسي او كرسيين واليوم الفلاني ده مش فاضي فيه وهكذا. فتحجز قبلها اه طبع لازم تحجز قبلها لان انت ممكن تبقى وقت ما انت جائز تيجي تحجز تلاقي كل الاماكن مشغولة خاصة ان احنا تحجلين على اخر version 6 او اخر الامتحان version 6 او اخر سنة دي. فممكن في الفترة دي ده طبعا بتبقى زحمة والدنيا فل فمحتاج تعمل قبلها اه حاجز. طيب هو انا بسأل نفسي تقريبا عن احمد فاهمي بيسأل عن احمد فاهمي عن الجولد بليتينج. ما شاء الله. ما نعم احمد فاهمي ببا. انا بليك اوش مانت. طيب الجولد بليتينج هو ان حضرتك. الجولد بليتينج يعني ككلمة فكرة اطلاق بالذهب او 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 ان حضرتك تختدي لحاجة قيمة اعلى من قيمته. تمام? طيب. الفكرة هنا في ان حضرتك تدي شغل اكتر من المطلوب. فدايما الشغل الاكتر مطلوب ده بنقول عليه جولد بليتينج. وده غير مطلوب خالص عندنا في المشروعات. فكرة مشروع تدي لأ اكثر ولا اقل. لأ اكثر ولا تقديد شغل المطلوب بالزرعة. اه المهندس محمود ناهر بيسأل هل المشروع يتبع الجفرنينس فريمورك ولا العكسة هي تقصد يعني الجفرنينس هو اللي يتبع المشروع. لا طبعا. المفروض ان في حاجة اسمه جفرنينس فريمورك مولودة قبل المشروع وملا لاش دعوة بالمشروع. اه هي ممكن يحصلها اوديتس كلها شوية جناء على الدروس المستفادة. بس الجفرنينس فريمورك هو الاب. والمشروع هو الاب. مشروع هو اللي لازم يتبع الاب. كمام? طيب. اه WBS والABS طبعا انا معرفش تقصد ايه بالABS بس WBS ده لسه هنقضوا ان شاء الله محاضرة جاية. ويجريت توضح ليه تقصد ايه بالABS. اه الماتيريال اللي انا شرحت منها بالنسبة للجوز الاولاني هي بابلش ده بقالها اسبوعين وانسحنا السنير. وبالنسبة للجوز اللي احنا دسه مخدناش ركبر فيه حاجة. فممكن الجوز ده بابلشت اه ان شاء الله بعد المحاضرة دي عشان حضراتكم تبقى متابعين معها. طيب ده انا قلته تلات مرات باش منسحنا. يعني انا وضحت الحتة ديت بتاع الايفون. وقلت ان الاسكوب بتاع البرودكت هو اللي انا بقى عايز احققها في البرودكت نفسه. بينما بتاع البرودكت هي انا قلت عليها مش. تمام? طيب. اه لو انا حاجزت الامتحان وقلتش موعد قبل شهر اتناشر هيكون الوضع ايه لو انا اجد غاية تقصد. لو اشتريت الامتحان وما لحقتش تحجزه. فلا يعني هو طبيعي ان شاء الله تلحق كامل دوت. وبعدين لو انت ما لقيتش فلوسك هتفضل موجودة وامكانية حاجز الامتحان موجود بس هتطر للاسف تعمله على اه يعني وطبعا احنا منتظرين تغييرات جزرية. فهتحتاج ساعة ترجع تتزاكر تاني. فهتقولي طب انا ازمدي ايه بقى دلوقتي ما هقولك الشراء الامتحان حاجة وحاجز الامتحان حاجة تاني. فانت دفعت الفلوس وهتاخد بيان تحان. هم ما اصروش معك. لكن انت بقى هتبتحن انت. ان الموضوع يحتكم الى ان حضرتك وصلت في وقت متأخر يتكل الناس حاجز كل الامتحان. خلاص هم برضو هنا ما عندهمش غلط. فحتى لو انت مدفعتش. حتى لو انت مدفعتش. فساعتها هيبقى الموقف هو هو. كل حتى انك دفعت. هل بقى هم ساعتها ممكن يعني له ريفوند ولا لا. معرفش. بس ما اعتقدش ان انت هتغير قرارك من انك منتحن اطلاقا لمجرد انك من حتيزة فيرجن سيكس او انت هاتفصل دل ورا. طيب هو.. ينفع انتحن البيان بي وما انتحنش البي ام اي وفي حاجة اسمها بام اي اصنفش حاجز امتح הא�م بي ام اي اي اوه متحن بي بي انت تقصد مسلا ينفع امتحن بي ام بي ويبقاش ممبر من بي ام ار. لو دا سؤالك اه ينفع. حضرتك ممكن تبقى ممبر في البيئة معي ما تبتحنش. ممكن تبقى وما تبقاش ممبر. عادي يعني. بص يا بشمويندس تتيموا بجروب فكرة ان في ناس بتشتغل مع بعض ده ما بيقولش ان هما تيم. انت يبقوا تيم يعني هما لحد كده هما جروب. انت يبقوا تيم لما يوصلوا لدرجة من التناغم ان هما بيكونوا بيتصرفوا كأنهم شخص واحد. لاغوا الحواجز ما بينهم. لاغوا كل المشاكل اللي ممكن تكون موجودة. مش كل واحد بقى محتفظ بشغله بدنيته بحاجه بحاله. اه يعني في تخصصات وفي كل حاجة. بس احنا بنبتدي نحط ايدينا. يعني انت بتلاقي مثلا لما يكون في فريق بيلعب كرة قدم. برغم من ان كل واحد دي مركز وكل واحد في المركز بتاعه بيحاول ان هو يكتهد. لكن لو واحد لقى فرصة ان يجيب جون وهو في الدفاع. يعني هو اصلا حد موجود في الدفاع. بس شاهدة الاقدار اللي يبقى موجود قدام مطقة الجزاء. ولقى فرصة يجيب جون وهيجيب جون. تمام؟ فهيدي فكرة التيم. فكرة ان احنا كلنا مع بعض بنأكت مع بعض بشكل متناجم. عشان هدف واحد ايه هو ان احنا نجيب جون. تمام؟ فهيدي فكرة التيم وفرقها عن الجروب. مهندس محمد عمارة بيسأل هو مش المفقود اللي بيسأل. ما اريد؟ الانر من الاسبونسور؟ مش عارف السؤال تبصد ايه. بس احاول كده احط الافتراض واجاوب يعني. قصة الانر ممكن يكون هو الاسبونسور. لكن من الشرط ان الانر والاسبونسور يبقى شخص واحد. فلو انت اصدق كده ان المفروض يسأل السؤال دوت. الاسبونسور يسأله الانر والانر يسأله الانر والانر يسأله الانر طبعا مش عارف تبصد ايه بالزبط بس ساد. يعني خلان افترض كده ان انت بتقول المفروض اللي يسأل السؤال ده. لان نمشي مع فرضية ان هو سبونسور مش اونر او اونر مش سبونسور. الانر ممكن يبقى هو هو الاسبونسور. هنفترض ان حالك عايز تبني برج سكني فحضرتك قررت ان انت الشخص اللي هيكون مسؤول عن الموضوع. وانت اللي هتبقى بيتمانيج مع المقاول وبيتمانيج مع الاستشاري والكلام ده كله. اذا انا لما هجعمل حاجة اواخد قرار او تقابلني مشكلة هرجع لك انه. هنا انت كاونر وسبونسور انت شخص واحد. فيبلق الاونر ده قرر ان هو يبني برج وحط جهة ما هي اللي تستلم الشغل وهي اللي تتابع. وهي اللي تبقى مسؤولها هي ممثل العميل. مهندس رأى فاتوه بسلام ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ازاي نقدر نتعامل لأفراد التين مفروض عليك زي جهات الحكومية. والله بص يعني الموضوع ده بيعتمد على المهارات اللي قلنا عليها في المفروض تتغفر في مدير المشروع. انت في النهاية يكون ان هو مفروض عليك لازم يكون قادر من التأثير عليه او على الريورز بتاعته او على العائدات بتاعته بشكل ما. يعني تكون عندك سلطة ان حاج تنقله وتكون عندك سلطة حاجة الجزيه وتكون عندك سلطة ان انت تخصم له. في النهاية الحاجات دي تقدر تستخدمها في التأثير فيه. او على الجانب الاخر خليت ادوات دي كلها للاخر خالص وتبتدي تربط الناس بالمشروع عن طريق الهدف وتحسسهم ان هم ازاي هيتكرموا ويتقدروا لما المشروع ده يخلص بشكل كويس. وتبتدي تربط ما بين منافعهم وما بين الفوائد اللي جاي من المشروع والمشروع ده لما يخلص هم هيستفيدوا ايه. الحاجات اللي زيه كلها تفرق من حاجة. ممكن تكون اضافة شيء للمشروع عن الاسكوب يكون اشياء اللي ترفع من سومة المؤسسة والسفة. بص يا بشبانت. هو اضافة حاجة مش موجودة في الاسكوب. مش اضافة حاجة على الاسكوب. لاننا لما بضيف حاجة على الاسكوب بمشيها في حاجة اسمها فانتجريتل تشينج كنترول. فانتجريتل تشينج كنترول معناها انك انت طلبت ان الحاجة تتضاف او غيرك طلبت ان الحاجة تتضاف. وفيه جهة ما مسؤولة عن انهية ابروف التشينج. عملت ابروف للكلام ده وراحت عاملة اوبديت للاسكوب بتاع المشروع. واصبح ده اسكوب جديد مطلوب منك تنفزه. لكن الحتة اللي هنتكلم عليها انك تعمل حاجة مش موجودة في الاسكوب اساسا. يعني انت مثلا كان مطلوب منك انك انت تبني البرج وانت غير مسؤول عن رصف الشارع. فحضرتك اطوعت او اطلب منك انك ترصف الشارع روح ترصفه بدون ما يكون متضاف الاسكوب. ساعتها انت هنا بتعمل جولد بيجر. طيب المهندس رامي تمرز الكورس في انتحان نهاية وكم تكلفة الانتحان. بس هو الكورس في اخر ان شاء الله هيكون في انتحان وتكلفة الانتحان لسا قيل عليها مش روية 555 دولار. بدون الممبرشيب وربعمائة وخمسة او ربعمائة وعشرة دولار بالممبرشيب. تمام واخر الكورس في انتحان نهاية طبعا ده مش انترناشنال او ولا حاجة بس هو هيكون تدريب ليك على الانتحان. اوه. طيب بص مش مهندس هو حركة مش محتاجة الممبراز و اي حاجة انا بقولها طبعا في قدر من الممبرازيش انت بي محتاجه. بس عايزك تفوكس على الانترستاندنق وعايزك تفوكس على انك تبقى الحاجة دخله في النهج بشكل منطقي. يوم تلاقي الدنيا مش منطقية اسألنها على طور تمام؟ طيب الى. هي بتبدأ من الاقل للأعلى اخدها كده مع عبارة عن أول حاجة مفيش أصلاً projectized ولا matrix اللي هي functional وبعدين weak matrix وبعدين balanced matrix وبعدين strong matrix وبعدين projectized. كمان؟ فاء يعني ده ممكن يكون طريقة memorization في أحد من الأخوة قال انت حانم البيت حالاني مفيش مشكلة الموضوع لكن قول ما صحيح بص هم وأول ما حصل الموضوع بتاع كورونا بمآية مش أول يعني بعدها بشولة كده بمآية سمح بموضوع الامتحان للبيت. وبعدين سمعنا ان هو اتمنع في مصر ودولة عربية. او في مصر تحديدا. انا مش فاكر يعني. هل ده ضغرية ولا لأ انا مش مش حالف يعني. يعني بفرط اني جبت اقديل قليل في الامتحان وعايز امتحن تاني فوقت نطلق فرق بين الامتحان ولا ايه التصرف. طبعا مهانس محمود انا معرفش انت بتسأل الامتحان الدولي ولا بتسأل الامتحان الكورس التاني. بس انا في باستنج سكور. باستنج سكور ده هيدن غير معلن. يعني بم اي ما بيقولش الباستنج سكور كام. بس وانس ان حضرتك عديت الباستنج سكور بيبتدي يقولك الباستنج سكور اه سوري. يقولك ان انت باست وبيقولك انت جبت كام. ويقولك بس انت اباف تارجت ولا تارجت ولا بلو تارجت. تمام? فانت لو جبت مثلا انت باست وجبت بلو وعايز اتخل انت تاني. اعتقد ان ده مش بسمو. فمعرفش تقصد ده. طيب اشهر ادوات. طيب حاجات دي يعني فيها details وفيها حاجات ممكن ده في الكتاب كتير بس طبعا في حاجة اسمه. وانحنا كده كده ناخدها بمرة جاية ان شاء الله. وحشرحها عوضة. طيب حال حصلت تغييرات الجزرية بين البرجن زي قبل كده. بص لتغييرات قبل كده تعتبر ولا حاجة. اللي انا داخلين على الدهجن 7 يعني انتغيير فكرة اصلا. لان انتغييرات ابريكاكش يغير الفكرة ولا الاساس ولا بستاندر. يعني بيغير بس شوات اضافات. يضيف process. يغير اسم process. يضيف تده يضيف tools and techniques وهكذا. طيب how to be a member. بمعين مضوع سهل جدا تدفع membership. يعني فيش اي شروط يعني. طيب مانسمح. محمد ريدي project manage مش عارف ايه السؤال. مهندس محمد جازي. الله يجزيك خير يا بش مهندس. محمد الحمد المعرفوض اللي هيسأل السؤال للمالك مش الممول. طيب بص ما هو ترجمة ال sponsor ان هو الممول. انا قلتلك ان ده مش الصح. انا ما قلتش ان ال sponsor يعني الممول. ما قلتش كده خالص. تمام. احنا قولنا يا جماعة ان ال sponsor ان يفهمه كده. كأنه هو ال sponsor والشخص. اللي ليه حق الصرف. وليه حق التصرف. وليه حق الكلام ده كله. تمام. في نهاية لو المالك غير الممول. انا الممول ده اللي هو ميدة. يعني عايز ابني برج سكن. انا مالك البرج في حد تاني هيجي مولهولي. يعني مش هي ده القصة يعني. ولا اذا كنت تتكلم عن الممول كبانكو الدنيا دي كلها. فالموضوع هنا لأ الموضوع هنا مختلف. تمام. طيب. ام. رابط الحضور المهندس احمد سامير هيبقى معكم يولك رابط الحضور. تريبل بي واقزي سامير. ببليك برايفيت بارترنرشيب. ببليك بين القطاع العام والقطاع الخاص. ونقصوا بالمبادوات المشاريع اللي بتتنفس بطريقة الشراكم والقطاع العام والقطاع الخاص. ولما نقول تريبل بي مانجرز معناهم الناس اللي بيتمانج البروغرامز اللي منه ده. هاو اند يوزر انفلونس برويكت. طبعا الاند يوزر يا جماعي مثلا لو انا بتكلم في مستشفى او بتكلم في خلينا نقول حاجة خلينا نقول مثلا ان احنا حاليا بنعمل مول تجاري فمن ضمن اليوزر بتاعت المول التجاري الناس الديسابل ده. هما الناس اللي عندهم تحديات في الحركة او الحاجات اللي زي كده. فالاند يوزر اللي هو بيستخدم المول ده اكبر ان هما يعملولو مداخل خاصة بي تسمح بان هو يقدر يستخدم المكان ده بشكل فرندلي جدا. فهنا ممكن الاند يوزر يعني انفلونس برويكت. اوكي. اه مهندس عيسم قال نفس اللي قولته في المهندس حربي صادق. والله لأ هو مش اسكادول ده حاجة زي كده بس يعني مش حاجة صعبة قوي لضربالي بس يعني انكيس ان انت واجهت فيها مشكلة ممكن تستعين بي او باي حد من الزملاء اللي عملوا الموضوع ده تريسنت لي يعني انه سيرتفايد الفين وخمستاشر فاحنا في الفين وعشرين فممكن تكون البروسس حصل فيها تغيير فيكون الافضل ان انت تكون مع حد من الناس اللي لسه بانتحنه قريبين او بداخلها عملة apply. and the instruction to success in the exam. لأ يعني instruction to success in the exam يعني انا هنا انا هنا هديك tips مش instruction انا هديك tips هقولك ازاي تذاكر ازاي تفهم لما تجيلك ايه تعمل ايه ازاي طريقة tips انك تحلل اسئلة والكلام ده كله طبعا مع انك بتحل الكويزيس والدنيا دي هتلاقي ان انت المعراتك لوحدها بكالة. المهندس حمل ياحياء جزاكم الله خيرا مهندس محمد عمارة جزاكم الله خيرا مهندس مناور السيد شكرا ليك جدا مش مهندسة. المهندسة ايا عبدالله شكرا ليكي. المهندس يحمل علي مهندس حمل الاستخرفين يجب ان تكون مختصة في الادارة. هيبص هو انت حان البي ام بي بيشترط مجموعة شروط. اول شروط اول شرط ان حضرتك تكون اما مؤهل عالي اما مش مؤهل عالي. حالة ان حضرتك مؤهل عالي يعني خريك جامع. بيكون نطلب منك اربعة تلاف و خمسمائة ساعة خبرة في المشروع. مش تبقى مدير مشروع. يعني انت اشتغلت في المشروع تحت ادارة اي حد عالي. دي بتحسب لك خبرة ادارة مشروعها. طيب حالة ان انت مؤهل غير عالي يعني مش خريك جامعة او كده بتبقى مطلوب منك سبعة تلاف و خمسمائة ساعة خبرة. طبعا الاربعة تلاف و خمسمائة ساعة خبرة دي صعب انك تحصلها اصلا في اقل من ثلاث سنين عمل. يعني صعب. فالطبيعي ان انت مفقاش انك تبقى متخرج النهاردة وتروح تقبلي بكرة وتقول لهم انا عندي الاربعة تلاف و خمسمائة ساعة. فانت هنا هتبقى سبجيك تو اه انفستيجيشن كمام? فبالتالي انت النهاردة عشان تقدر تستخد من الموضوع دوت انصحك بان حضرتك تفضل يعني تدرس الكلام ده حاول تطبقه في الواقع العملي بتاعك و لما تحس انك انت جينت كويسة جدا يبتدي اعمل على سميد الامتحان. طيب المهندسة موج جيدة عدم التناغم بين افراد المشروع تسبب الفقوع او تعطل المشروع اكيدة وبالزات الاجهات حكومية. هل دي تندرك تحت الريسك او الاسمشن وبتمضعف الحسبان ولا لا. دي تندرك تحت الكمفليكت مانجمت يا بشبانس. انت بتتكلم عدم التناغم يعني فيه سرعات وفيه خلافات وفيه حاجات من دي بنسميها عندنا كونفليكتس وفيه حتة في الهيومن ريسورشز منجمت خاصة الكمفليكتس مانجمت واستراتيجيات التعامل مع الكمفليكتس. دي هتكلم ساعتها عليها. بايب مانس وساعة ساعفان. بايب هل لازم نقدم ما يثبت ان اشتغلت 4500 سنة خبرة في المشروعات يعني اشتغلت خبرة وكده. بايب بس بشمانس. ما بدقييا انت لازم تكون كل مع بعضه. تمام? يعني لازم انت لما تسئل لما بتدخل تعمل apply بيطلب منك انك تكتب انت كنت تعمل ايه فعلا مثل مشروعات اللي اشتغلت فيها. قل لنا اسماء المشروعات اللي اشتغلت فيها. قل لنا دورك فيها كان ايه وحكي لنا شغلك كان عامل ازاي. فترك الموحد لازم نبقى منطقي واقلاني. دي اول حاجة. حاجة تانية بيكون في نسبة تقريبا 10% من المتقدمين بيتم تصوم بشكل تفصيلي اختيارهم بشكل عشوائي. يعني لو احنا قلنا ان في مئة الف تقدمه للامتحان السنية دي عند البي ام اي. ممكن البي ام اي تختار منهم 10 تلاف او خمس تلاف تطلب منهم ان هما يقدموا اسبتات لكل كلمة قلوة. وده بيبقى اسمه بالاودت. فلما تعمل ابلاي ويتم اختيارك في الاودت دي بتبقى بصراحة حاجة يعني ايه ناس كتيرة بتبقى تحس كده ان انت كاينك انت ايه تكتب تقدم في خدمة اسكرية وجهت لك 3 سنين بدل سنة يعني. اللي هو انا اخطرت تم اختياري في الاودت. فانا عبقى مطلوب مني اثبت كل كلمة انا قلتها. تمام؟ طيب. سوري يا جماعة انا بس انسيت اقول الشهوط انا كنت بكلم على ال 4500 ساعة. والدنيا دي كمان من ضمن الحاجات المطلوبة انك تكون حضرت الكورس. ادارة مشروعات بعدد ساعات لا تقل عن 35 ساعة. تمام؟ حضرت الكورسات بعد ساعات لا تقل عن 35 ساعة. خلاص؟ فده كده ايه الريكورن. وتدفع طبعا الفلوس والدنيا دي. طيب انس احمد علاء انا مدني ان شاء الله. طيب تمام ممتازة بش مهندس. يعني بالتوفيق ان شاء الله. وكل اللي انا تمناه بس ان انت تطبق اللي احنا بناخده معي. بتاخده معانا. مرس محمد الريدي شكرا لك. مرس اسامة حاطت صور معهم. عشان تقريبا ده الاستبيان. اه تفاصيل انتحان الكورس. تفاصيل انتحان زي انتحان النهائي. اه متين سؤال فاربع ساعات. زي انتحان النهائي بالزبط. يعني انهم الانواع تدريب على المتحان النهائي. فمهندس ريز احمد بيقول لها المقصود بها شركة سبونسور المقصود بها شركة التطوير العقاري. بصيبش مهندس انا مش عايز اضطلها حاجة اقولك هو ده السبونسور. ماشي? ليه? لان زي ما قلت لك ترجمة الكلمة ومعناها ممكن ينفوش مع بعضها. السبونسور ترجمتها رائي او كفيل. خلاص. لكن شركة التطوير العقاري مش شرط تبقى هي هنا السبونسور في الحالة دي. يعني هي ممكن تبقى في الحالة بتاعتك في حالة ما هي السبونسور. تمام? على اساس ان هي بتاخد حاجة تبقى 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 للناس. خلاص. لكن من وجهة نظري. انا اكلمك عن السبونسور عشان تبقى دايما فاهم ان السبونسور ده هو الشخص او الجهة المنوب بها. اتخاذ القرارات المهمة بشأن المشروع ده صرف التمويل او الموافقة على صرف التمويل او القدرة على تطبيق موارد تجاه المشروع او الموافقة على موارد تجاه المشروع. والقدرة على ان انا لما اجي اعلاقي ان مثلا الديزاين او المحتوطة متعارضة مع بعضها يبقى عندي جهة ارجع لها تحللي الموضوع تقولي ده خلاص مش عايزينه. او لو دي متعارضة معدي الغي دي خالص. تمام؟ هو السبونسور بيمثل بالنسبالي الجهة اللي عندها القدرة انها تعمل كل اللي انا حكيته. تمام؟ طيب. اه الاسئلة خلصت. هل هو في اي اسئلة تانية انا معاكم؟ يش تريد دي اه يعني عندها للزميلي وصديقي لمهندس احمد سامير. اي اسئلة تانية اشتركوا في القناة